في الحقيقة الموضوع المتشعيبة في حاجات كثيرة من الحاجات الأساسية جداً اللي بنستعمل لها في الموضوع دوت هو الموضوع بتاع الهير ألجيبرا أو الماتريكس كومبيتيشن فنأخذ التぐرا جدد الموضوع في المرة نصف المعلي والمرة رأيت월 في رك ferie portraits فان ما مدفculo ماتريكس A وقص نقص 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 م م باي 1 يعني عندنا م انترز هنا كده طبا لو بنيجي نعمل matrix vector multiplication ax بناخد المالتبليكيشن بتاع رو باي column اللي هو الرو اللي هو في ال اكس ده كل رو في ال اكس في ال اكس فاكتور دوت يعني ا واحد واحد في اكس واحد زاد ا واحد اثنين في اكس اثنين وهكذا لغاية في الاخر عشان نحصل على الانترز بتاعنا وهكذا فممكن نحط الي نصول التالز بتاعنا بالشكل به تاكم اليه ثلاث ا اي 1 بالفاتر زاد ا اي 2 وهكذا نحطها بالشكل كده عبارة عن الانترز احنا ممكن ان نرخل على نفس المتريكسServer multiplication انهو عندنا نخذه باء الي نسلوا في الي Howard هنلاقي ان دائماً X1 بيتضرب فيه الماتريكس انتري اللي فيه الكولوم بتاعه بيبقى نوبر 1 و X2 بيبقى الكولوم نوبر 2 وهكذا غيرت XM الكولوم نوبر M ان احنا بيضرب Vector اللي هو الرو Vector في كولوم Vector فهنلاقي ان احنا ممكن نحط ال B اللي هو الريزولت بتاعتنا كالينير كومبينيشن من الكولوم بستوى الماتريكس A ففي الاخر بيطلع علينا ان ال B Vector ده عبارة عن X1 في الكولوم الاولاني زائد X2 في الكولوم الثاني زائد كذا كذا غيرت في الاخر XM في الكولوم نوبر M فممكن نحط لها بقى كومبيوتر كود عشان نحسبها حاجة بالشك ده كده عندنا طبعاً 2 loops لان احنا عندنا اللوب الاولانية بتحسب لنا اللي نحن مدرب كل واحدة من دول بيبقى عندنا اللوب على كل واحدة من الانتريز دي وبعد كده باللوب على الايه كل واحدة من دول بعد كده يعني هنا بPi بتسوي PI بلس AIJ XJ باللوب على الايه عشان نحسب كل واحدة من الانتريز دي يعني نحسب هنا بي واحد بتسوي A11 X1 زائد A12 X2 وهكذا وبعد كده اللوب كمان لوب علشان نحسب بقى بعد كده ايه بنزود عليها بقية الانتريز اللي موجود عندنا اللي هي ايه كل واحدة تضرب في XJ فطبعاً نحن نحط الحاجة بتاعتنا في شكل يعني سودو كود بالمنظر ده بيساعدنا بعد كده علشان نعرف احنا هنستهلك add Acomputations عشان نحسب الحزبات في الحقيقة دايماً في الميتكس كمبيتيشنز نسمع كذا ترم كده في غاية الاهمية وفعلاً بيفرقوا معنا كتير جداً في ان احنا هنقيم او نقيم الفارق بين طرق مختلفة واذاك طرق مختلفة دي ممكن تبقى واحدة فيهم احسن من التانية ومور افشيئن عن التانية الترميناولوج دي زي مثلاً competition complexity زي flop count او order of complexity فاول حاجة لازم نتبقى كلنا واخدين في اعتبارنا ان الريال numbers are normally stored in computers in floating point format okay arithmetic operations that a computer performs on these numbers are called floating point operation of flops يعني احنا لازم نحن نبص براكتيكالي الدنيا بتحصل فيها ايه يعني احنا دايماً في الانيار الجبرا بيبقى قاعدين بنكلم على حاجات equations theoretical equations محدش فينا بيفكر ان كل واحدة في الارقام دي في الاخر نحن تتحط في limited resolution او limited or finite representation يعني number of bits محدد او في data type محدد فطبعاً دي حاجة اساسية جداً في المتريكس الكمبيوتش نحن نعتبرها علشان بعد كده نقدر ان احنا نقيم بقى الوقت اللي نحتاجه او مثلا الستورج اللي احنا محتاجينه علشان ننفذ طريقة مية فالoperations اللي احنا نتكلم عليه الارثماتيك operations اللي احنا بنكلم عليه عندنا addition or multiplication be involved floating point numbers بنكلم عليه بنا اسمها flips مثلا الابديت اللي احنا نتكلم عليه في الاكواجن بتاعت matrix vector multiplication دوت لو بصنا عليها كده هنلاقي ان في عندنا one multiplication بعد ما نخلص الملتبليكيشن ده في الاخر بنعمل addition يبقى معنى كده عندنا الكوست بتاع الحساب ده two flips لما بتكلم بقى ان عندي two loops لو احنا نفكريني two loops اللي احنا عندنا في السودو كود هنلاقي واحدة فيهم كانت لوب على m واحدة فيهم كانت لوب على n فمعنى كده نتكلم ان احنا الملتبليكيشن كوست بتاعنا عبارة عن two n m flips اوكي لما بنيجي نتكلم على حاجة زي كده عادة الناس تعارفت انها تسميها order n m يعني بشيل بقى ال constant الموجود ده ال order ده معناها ان floating point operation دي او الحاجة اللي انا بعملها دي ال complexity بتاعتها بتتغير مع size بتاع ال problem بالشكل ده كده طبعا بالنسبة لنا في الاخر الحاجة اللي بتتغير هي ال n وال m يعني هنا حتى لو فيه constant constant ده مهما كان مش يتغير مع size بتاع ال problem فاحنا عايزين اعرف مثلا واحنا size بتاع ال problem بتاعنا 8 في 8 وعايزين نخليها 1024 في 1024 اين اللي هيتغير؟ طبعا دي حاجة في غاية الاهمية وحاجة فعلا يعني مهم جدا ان احنا نعتبرها وعادة الناس بتعتبر بقى عشان تبص على ال problem بشكل احسن شوية بنعتبر ان order بتاع n و m اللي اتنين زي بعض بقى بنعتبرش ان m مختلف عن m فمعنا كده ممكن نقول m دي order n او اعتبر ان انا عندي square يعني square system عندي n في n في n في 1 يعني يبقى في الاخر order of computation بتاعتي n squared كويس يعني بمعنى ان دلوقتي بنقول عليها دلوقتي ان دي الكمبليكسي او الكمبليكسي بتاعتي order n squared فمعنى كده ان احنا doubling the problem size by quadruple the effort to solve دي حاجة طبعا من نسبنا في غاية الاهمية وتفرق معنا كتير قوي لما نتكلم عن حاجة انه 3 كمان بقى او حاجة تانية يعني اكتر او لما نتكلم مثلا على reduction في free transformation لما نسمع FFT نحنا بدلا ما نخليها n squared type n log n هيبقى لنا كويس قوي ان احنا في عندنا يعني فرقات كتير قوي بتيجي من مجرد ان احنا غيرنا order of complexity بتاعتي بتاعتي ال problem بتاعتي فطبعا دي حاجة مهمة جدا احنا نفكر فيها علشان دي بتدلنا بعد كده هل الحاجة دي ممكن تتنفس في real time ولا مش ممكن تنفس في real time ولو كان عندي ال problem بتاعتي الصعيد بتاعها كبر برضو الا الا اتوقعه من الوقت بتاع حل ال problem دي هناخد extension بقى الكلام اللي هكلمنا عليه matrix matrix multiplication في الحالات دي بقى انا عندي ممكن اعتبر ان انا عندي n في m والmatrix ثانية m في p اوكي طبعا لازم ال dimension اللي هو الاخراني هنا يبقى زي dimension اولاني هنا عشان يبقى في الاخر n في m في m في b بقى معنى كده هدراح سيفها ممكن اعتبر الميتريكس ثانية دي هي x دي matrix x دي عبارة عن مجموعة من ال vectors كل واحدة فيهم m في واحد يعني عندي p vectors كل واحدة فيهم m في واحد فمعنى كده انا ممكن اتخيل ان دي نفس ال problem هي هي بالزبط زي ما عملتها قبل كده بس مجرد اكني بكررها كمان مرة يعني بحط كمان هنا لوب كمان زيادة كده بره علشان تي ايه علشان تحسب لي الايه ال vector عدد ال vectors زيادة اللي موجودة عندي في الايه في ال x بتاعتي دي اللي هي الميتريكس الثانية دي اوكي يعني هنلاقي ان احنا كان عندنا اللوب الاولاني دي كتت موجودة اللوب الاولاني دي كتت موجودة اللي احنا زودنا دي الوقتي بقى اللوب التانية اللي فيها p اللي هو p vectors اللي موجودة عندي في الايه في الاكس ميتريكس اللي انا بضربها في الايه في الايه ميتريكس اوكي فهنلاقي ان احنا هنا لو بصرنا برضو على competition complexity هنلاقي ان عندنا هنا برضو نفس الحكاية عندنا هنا 2 flaps يعني عندنا هنا برضو multiplication زياد addition يبقى 2 flaps وعندي بعد كده اللوب هنا m في p في n يبقى معنى كده هيبقى الorder بتاعي 2mnp طبعا لما بناخد برضو عشان نتخيلها بشكل احسن شوية بنتكلم على square case فهنلاقي عندنا ان الorder بتاعنا هيبقى order n cubed طبعا فارق كتير اوي order n cubed على n squared لما بتكلم عن هنا بقى double problem size يعني n دي بدل ما تبقى n تبقى twice n هلاقي ان البروب هتاخد وقت اكتر بتمن مرات فطبعا فيه فارق كبير جدا وهنلاقي ان الorder بتاع n cubed ده هيبقى عاداتا order مش بسيط ان احنا نحسابه او مش بسيط ان احنا نتعامل معه في الكمبيوتر في احوال كتير واحدة من حاجات المهمة جدا في linear algebra ان احنا نقدر بها نحل system of linear equations لو احنا عندنا system of n linear equations في n unknowns بالشكل ده كده a1 1 x1 a1 2 x2 وهكذا بيساوي b1 و equations برضو عادة n equations بالشكل ده نقدر ان احنا نحط ال system ده في شكل matrix equation بشكل a x بتساوي b a a بتبقى نفس الشكل احنا شوفناه ده n في n السمرة ده n في n xd بتبقى n في 1 عندي n فيها unknowns وعندي b1 غاية bn d n في واحد فاكتور برضو دول الايه دول الحاجات اللي هي الجيفن اللي هي الحاجة اللي موجودة هنا في الرايط هنساعد بتاع ال equations لو احنا بنبص بقى الحل بتاع linear system of equations ده لو انا اعتبرت ان a d square matrix الحقيقة فيه ستة conditions كده كلهم زي بعض وبيعنوا في الاخر نحنا نقدر نحل matrix equation ده بشكل ايه بشكل يونيك او نظر نحنا نعمل inversion للsystem ده بحيث نظر نحسب x بحيث انها يبقى لها يونيك solution ما يبقاش لها يعني اي مشكلة او ما يبقاش مثلا فيه infant number of solutions او ما يبقاش فيه contradiction solution الموجودة ده فالكونديشن الاولاني هو ان ال a inverse بي exist الكونديشن التاني there is no non zero y such that ay بتساوي 0 يعني لو احنا لقينا y وay بتساوي 0 ويدي لا تساوي 0 يبقى يعني يعني يبقى فيه مشكلة في السيسم بتاع اي ده يبقى ممكن ان انا السيسم بتاع اي ده مادرش احيل له لو الكلوم بتاع a are linearly independent برضو نفس الكلام تديها نفس المعنى بالضبط بتاع ان ال a inverse بت exist ال rose بتاع ايه are linearly independent او determine بتاع ايه لا يساوي صف او لو احنا عندنا any vector b there is exactly one vector x such that ax بتساوي b يعني بمعنى ان احنا عندنا unique solution للحل بتاع ايه الماتريكس equation ده كل الحاجات دي لاها نفس المعنى بالضبط لو انا عرفت ان a inverse بت exist يبقى انا عارف ان فيه عندي unique solution لو انا عارف ان عندي unique solution يبقى متأكد ان the determinant بتاع ايه لا يساوي صف لو مثلا بكلم برضو على a inverse بت exist يبقى معنى كده متأكد ان ال column and rose بتاع ايه بتاع ايه are independent كل واحد فيهم independent عن التانى فطبعا كل الحاجات دي حاجات مهمة جدا وممكن ان احنا نستغنى بايه condition فيهم من يبقى given عن بقية conditions تانى كلهم زى بعض ايه كلهم اكويفلنت فحبنا نبص على الطرق بتاع حل linear equations هنلاقي ان الطريقة اللي احنا كنا شفناها في ال linear algebra ان احنا كنا بنكمبيوت ايه inverse وبعد كده بن premultiply byte يعني بمعنى لو انا عندي ax بتساوي b لو انا عملت premultiplication ب a inverse يعني ضربت في a inverse من ناحية الشمال بيبقى عندي a inverse في a اللي هي في الاخر تبقى identity بتساوي a inverse b يبقى معنى كده x بتساوي a inverse في b فطبعا احنا عندنا الكلام ده يعتبر الى حد كدير theoretical عمرنا الحقيقة practical يبقى بنحسب a inverse يعني فيش ايه طريقة مطره بتاع تحل linear system equations اللي بتستعمل في ال practical use سواء في ال image construction problems او otherwise عمرنا ما بنحاول نحسب a inverse لان هي الحقيقة ككمبيوتشن ممكن لقينا unstable وكمبيوتشن is very expensive ونماريكال اكوريسي بتاعيتها الحقيقة ممكن يبقى فيها مشاكل unstable معناها ان ممكن يبقى فيها اخطاء فادحية ممكن يبقى فيها في بعض الاحيان ممكن تدينها اخطاء تبقى فيها مشكلة لو انا مثلا يعني يعني في بعض يعني ممكن يلاقي ان انا عندي الحل بتاعي ساعاتي يطلع مظبوط وهاب ما يطلعش مظبوط very expensive بالنسبة لكمبيوتشن عشان اقدر احسابها طبعا هي صعبة جدا الحقيقة ومش بس كده بتاخد order عالي جدا جدا فبالنسبة لي يعني بيتبقى prohibitive ان انا اعمل الحل دوت عن طريق الايه انفرس الماريكال اكوريسي بتاعتي معناها ان ممكن يطلع حل الحل ده ممكن يبقى فيها اخطاء رقمية نتيجة ان انا بجمع وبطرح ارقام وبقسم على الارقام وقصص في الاخر بتليد ان يبقى فيها عندي بعض الماريكال ايروز ما هتكلم عليها بعد شوية صغيري فيه طريقة طبعا كلنا شفناها في الرياضيات اللي هي جاوسين اليميناتشن ودي كان لها كومبيتيشن كومبلكسي ما هيش بطالة مش وحشة قوي بس الرياضيات الحقيقة يعني قوشنبل احاول بقى ان احنا للوقتي نتحاول بعض الطرق المختلفة اللي احنا ممكن ما نكونش اسمعنا عنها كتير في الانيالجبرا عشان تخلينا نعمل الكلام بطريقة براكتيكال الحقيقة لازم ننفذيز ان الجزء بتاع الميتريكس كومبيتيشن هو يعني الانيالجبرا يعني الانيالجبرا لها بعض الحاجات اللي ممكن تبقى ثوراتيكالي مزبوطة اوكي ما فيهاش مشكلة بس او منيجي نطبق بعد كده في الكمبيوتر بنلاقي انها ما بتبقاش زي ما احنا عاوزين من ناحية الاكيروسي او ناحية الايفيشنسي او استابيليتي فاحنا بنحاول ان احنا نلاقي طرق تانية تبقى بتحقلنا الحاجات دي وفي الاخر بتحللها نفس المشكلة اللي احنا عايزين نحلها من الاول ففي الاول خالص لو احنا عايزين بتدي نتكلم على الماتريسي سم يعمل بي لازم معارفين ان هو لو احنا مجموعة من الامتريسنس ففي الاخر نفس السيستنس ابتغيرس لو انا اخدت مضغ então بالنظر إni محن أعدد أن الطرق لان انا خدت مسلا واحدة من الروز المروز بالamb bater الع cadena فقط ورجعتها helping للوانا من الخلط ل لو انا غيرت الأظانths يعني انا كنت رو وضعته مكان رو وقد انا يجب الكلام الانتري بتاع بي لقصادها يعني بدلت الاثنين مكان بعض او لو انا عملت ملابس الانتري منهم بنون zero constant كل الحاجات دي الحقيقة مبيتغيريش الانتري بالانتريم بالانتريم بتاعي يعني في الاخر لو انا عملت الانتريم المكونه لانتريم بالانتريم في الاخر الانتريم هو زي ما هو مافيش اي حاجة اتغيرت فيه فنوتة نحن بنحاول ابقى ان نكسيبلور بعض الطرق ان احنا نحل الانتريم المعرفة الآن دوت عن طريق الانتريم او الانتريم域 دي. اوكي? فواحدة من دول هي الجاوسين اليمينيشن. جاوسيا اليمينيشن كلنا بنحاول نعمل فيها ايه? كلنا بنحاول نحنا ناخد السيستم بتاعنا. ويعني نعمل يعني ناخد المتريكس او الايكويجن اولنية دي نضربها في او في او نجمعها على باية الايكويجن بحيس نحن نخلي باية الايكويجن فيها صفار هنا. وبعد كده نكرر نفس الكلام ناخد الايكويجن التانية وناخد برضو النقطة ديها البيوت بوينت بتاعتنا ونبتل بعد كده نضربها بفاكتور نج على النقطة اللي تحتية علشان في الاخر نخليها بصفر. يعني فرضا النقطة دي كاب واحد وهنا كاب اتنين باضرب الايكويجن دي في ناقص اتنين واجمعها على دي يبقى معنى كده ان هنا ناقص اتنين او يعني ناقص اتنين زائد اتنين هيبقى بصفر وبقية الايكويجن بقى تفضل برضو برضو يبقى موجودة بس ايه? بس بقى عندي هنا صفر في الايه في الايكويجن دي. طبعا وانس ان انا وصلت لصفر هنا خلاص الصفر دا يفضل صفر بعد كده م ما اضرب هنا في اي فاكتور واجمع مش يفرق معي خالص. او ممكن لو انا عملت الكلام دا لونج نوف انا ممكن اوصل لحاجة زي يعني تريانجلر سيستم كده يبقى في عندي لور تريانجل بتاعي يبقى كله صفار او ممكن لو حبيت كمان ممكن اعمل نفس الكلام يعني اخد الايكويجن التانية دي واضربها في فاكتور برضو واصفر اللي فوق هنا بحيس في الاخر ان داب انها عندي ايدنتي او عندي دياجونال ميتريكس بيبقى حلها طبعا في المنطقة البساطة في اي لينير سيستم. فلو احنا بقى اخدنا الحالة بتاعتنا اي انا اخدنا نفس ان دا الحقيقة الحاجة لشكلها يعني الناس بيسعاملها اكتر شوية يعني رغب ان احنا كلها متخيلين ان دا ممكن يكون ابسط بس دا مش بطال ابدا في الحل وفي الحقيقة بياخد كمبلاكسي مش بطال ابدا واحسن من ان احسب الدياجونال يعني. فنوطرة لو انا اخدت لو اعتبرت الحاجة اسمها اللور تريانجلر سيستم معناها انا عندي الارقام بتاعتي موجودة من زيرو بس في اللور تريانجل بتاعي. بيبقى الدياجونال بتاعي والجزء اللي تحت الدياجونال بتاعي اللي هو الـ lower triangle الموجود عندي في الميتريكس كل الارقام اللي فوق الدياجونال هتلاقي كلها بصفار طب دلوقتي خلينا نفكر لو احنا عندنا system بالشكل ده كده لو عندي matrix equation gx بتسوي b بدل ax بتسوي b لو عندي lower triangular system of equations اوكي فحل بقى equation بالشكل ده كده لو عندي gy بتسوي b فالنقطة لو انا بفكر فيها بالشكل ده اوكي عايزين نحل بقى المشكلة دي عايزين نشوف اذا كان لها طريقة تبقى سهلة في الحل ولا لا فلو انا بسيط على system بتاعي هنا ده كده gy بتسوي b هلاقي ان انا عندي اول equation عندي خالص هنا y يعني ديرا ما بقى drop of x هيبقى g11 فx1 بتسوي b1 يبقى انا ممكن على طول من ال equation اولنية ممكن نلاقي على طول ان y1 تسوي b1 على g11 يبقى انا كده على طول من اول equation جبت على طول قيمة y1 بتسوي كم طب تاني equation هتلاقي ان هي g21 في x1 او في y1 زاء g22 في y2 بتسوي ايه بتسوي اللي هي b2 هلاقي عندي ان انا من ال equation الاولية حسبة x او حسبة y1 بتسوي كم وممكن بقى من equation تاني الانون الوحيدة اللي فيها يبقى y2 فممكن ان انا اعمل حاجة بسميها forward substitution ارا احسب من equation دي احسب y1 او equation احسبنا y1 تاني equation احسبنا y2 تانية equation احسبنا y3 وهكذا لغايتنا انا في الاخر خالص اوصل لكل الايه كل الالمنت بتاعة y بتاعتي تبقى ايه تبقى موجودة عندي طب دلوقتي لو انا تخيالت ان السيستم بتاعة ده كان transpose transpose بقى بيجيبلي حاجة اسمها upper triangular system يعني بيبقى عندي بدل ما كان الارقام اللي هنا دي هي الانون zero لا هيبقى الارقام اللي فوق هنا هي الانون zero فالحالة دي طالما كل الدنيا zeroes هنا يبقى معنى كده ممكن نمشي بالعكس بقى بعمل حاجة اسمها backward substitution بحسب ال element yn او بحسب اللي هو الانون yn الاول لان انا عندي هنا gnn معروفة وال bn معروفة ومنها احسب بعد كده yn-1 وبعد كده yn-1 كده فبعمل backward substitution بحيس ان انا قدر احسب كل الانونز بتوعي بشكل بشكل سريع وبشكل efficient فطبعا بنتكلم على ان احنا الحل بتاعنا في الحالة دي بيبقى very efficient وطبعا لو احنا يعني provided طبعا ان احنا عندنا الميتريكس باعتنا بتبقى واحدة من special matrices اللي بالشكلة زي lower triangular system طبعا احنا بنحاول ان احنا نوصل ان احنا يبقى عندنا lower triangular system او نحاول ان احنا نلاقي طريقة ان احنا نخلي السيسم بتاعنا بالشكل ده عشان بيبقى بعد كده الحل في المنتهى البساطة في الحقيقة واحدة من الطرق اللي بتساعدنا ان احنا نحول السيسم بتاعنا من سيسم يعتبر عادي مع ما فوش اي يعني ما هيش الميتريكس باعتنا فيه special matrix مثل triangular matrix نحولها بقى triangular system of equations فالطريقة دي زي كوليسكو ديكمبوزيشن وهي الثيورم بتاعتها بتقولنا ان احنا عندنا اي symmetric positive definite matrix ثم A can be decomposed in exactly one way into a product A بتسوي R transpose R زي ما احنا شايفين كده دي R transpose و دي R R دي شكلها ايه؟ شكلها upper triangular matrix اوكي فلو بتكلم هنا الشكل بتاعنا اللي هنا دوت احنا عندنا D matrix ولا dense لو انا عندش حاجة بالشكل ده كده نفيش عندي اي ميزة خالص صعب جدا ان انا نحسب من دي الحل مباشرة انما لو عندي system of equations بالشكل ده كده او عندي حاجة شكلها كده ممكن يبقى شكلها بسيط الحقيقي ان احنا نحلها طب ازاي نحل بقى احنا يعني كنا شوفنا بدي كده احنا عندنا واحدة من دول مضروف Y او مضروف X بتسوي B كان بيبقى حلها سهل طب لو عندنا اتنين زي دول نعمل ايه كده لو عندي ان الميتريكس بقى R transpose R في X بتسوي B نحلها ازاي هلاها بطريقة بسيطة جدا زي ما هنشوف الحل بقى لما يكون عندنا كوليسكي دي كومبوزيشن هو كالاتي لو احنا اخدنا البروبلم بتاعتنا A X بتسوي B زي ما احنا متعودين لو احنا استعملنا الكوليسكي دي كومبوزيشن هنخلي الايه بتاعتنا هي عبارة عن R transpose for R يبقى معنا كده السيستم بتاعتنا تحول من A X بتسوي B بقى R transpose R X بتسوي B طب دلوقتي لو احنا اخدنا R X يعني اخدنا الجزء اللي هنا ده كده سمينا Y هل يبقى فيه مشكلة؟ لا مفيش اي مشكلة خالص لو اخدنا R X بتسوي Y يبقى عندين ال Loi System of Equations R transpose Y ودقى Y دي unknown برضو مش معروفة بتسوي B نقدر نحسب لها الحل لو انا ندارش نقدر نحسب لها الحل ده Lower Triangular Matrix فمعنا كده نقدر نحسب بالطريقة العادية خالص بالايه بقى؟ لو هي Lower Triangular يبقى بحسب لها بالFoural Substitution وقدر احسب ال Y دي بتسوي كام؟ طب وانتا حسبت ال Y بتسوي كام؟ هبتدي بقى بصنا على ال Equation دي عندي R X بتسوي Y يبقى معنى كده ان انا عندي R دي عبارة Upper Triangular Matrix X دي unknown Y دي موجودة عندي يبقى معنى كده اقدر احسب من ال Equation دي بال Backward Substitution بقى اقدر احسب ال X بتسوي كام؟ فمعنى كده هبنتكلم على ان احنا دلوقتي استعملنا لما احنا عملنا Coliscity Composition استعملنا Foural Substitution وال Backward Substitution مرة دي مرة دي علشان نقدر نحسب الحل بتاعنا يعني كننا حلينا Two Systems of Equations والTwo Systems بتقولنا دول كلهم ايه يعني فدي طبعا حاجة ميزة كويسة قوي نحنا عملنا دي Composition الماتريكس بقيتنا في الاخر نوصل نوصلها نحنا نخلي حلها عبارة عن حل Two Triangular Systems of Equations وحلهم بيبقى في منطقة البساطة ما بيبقاش في ايه تعقيد خالص وطبعا كل ما نخلي التعقيد بتاع حل المشكلة بتاعتنا بيبقى ابسط يعني التعقيد يبقى يعني مفيش مش موجود كتير يعني يبقى معنى كده الحل بتاعنا بيبقى efficient بنحية الوقت وبالنسبة للنماريكال اكيروسي بتاعتنا برده هتبقى عالى واحدة من الطرق التانية برده اللو ممكن تحولينا بتاعنا ال Triangular Systems of Equations حاجة ما ساميها ال Lu Decomposition ال Lu Decomposition Theorem بتقولنا لو احنا عندنا احنا عندنا فيه احنا عندنا فيه من ال Constraints اللي علينا في ال A في Colesky Decomposition فالماتريكس اللي هي ال A اللي بقى ساميها dense matrix dense matrix معناها انها كلها ارقام مفيش اي حاجة فيها صفار خالص كل ما خلينا فيها صفار كل ما بنسميها sparse عمتا هنا لو انا عندي dense matrix من منظر ده ممكن احولها ال Lu L دي بتبقى عبارة عن Lower Triangular Matrix وال Lu دي بتبقى Upper Triangular Matrix وال L دي بتبقى مميزة ان فيها كل ال Diagonal بتاعها بيبقى وحد اوكي نفس الحكاية برضو انا لو عندي System of Equations بتاع AX بتساوي B هحل برضو يعني اخلي UX بتساوي Y وحل System of Equations اللي هو L دوت في Y بتساوي B واطلع ال Y بتساوي كام وبعد كده احل System of Equations تانية عبارة عن اللي هو U في X بتساوي Y يعني برضو بقى Decompose الحل بتاعي ل Two Steps يعني Two Steps بتبقى برضو بيبقى في الاخر بيبقى Terangular System Equations بيبقى سهل جدا حلهم برضو غير الوضع الاولى اللي كان عندي فيه dense matrix طابق مهم جدا في Linear Algebra وفيه برضو هو Vector Norm ال Vector Norm ده هو عبارة عن Measure of Distance يعني هو اساسه و ال Definition بتاعه بسيط جدا يعني هو هنحس ان هو نتكلم فعلا على Distance ولما نتكلم فيه لما نفكر فيه فعلا نتكلم فيه ك Distance عشان يبقى في دماغنا ال Constraint Z معناها ايه طبعا نحن نتكلم على Distance عادتنا نحن نشوفها في Three Dimensional Space مثلا نتكلم بقى دلوقتي على Hard Dimensional Space ممكن يبقى End Dimensional Space طبعا نحن نجنراليز حاجات كتير قوي بس برضو يبقى عشان ال Concept نفسه يبقى مهضوم أكثر شوية يبقى يساس انحنا نحاول نحن يبقى على ال Distance اللي نشوفها في ثلث Dimensional Space لو انا عندي نورب بتاع Vector عن Rn معناه أن احنا ده دومين نريجاب with dimension بتاع n is a function that assigns each x with belonging rn domain of real numbers of order n of dimension n a non-negative real value x x norm call the norm of x such that the following three properties are satisfied for x y be belonging enough x y of the vectors in n dimensional space and for all r belong to real numbers alpha this real number first thing is that the norm should be more than 0 if x doesn't do 0 and it should be able to do 0 when x will be able to do 0 which is called positive definite property there is no distance in the world where the distance is 1, it doesn't work it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work exactly, it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work so this is the first thing and this is something I think it is or maybe we can do it at the same time, we can do it at the same time distance between x and x the other thing is that if I have the vector of x and x is the drop of alpha the norm is called alpha magnitude in x of x, of course we can think about the distance from the euclidean distance that we can do it at the same time, if I take the distance between two and say two dimensional space, if it is 1 and minus 1, in the last time it will be square root of 1 to 1 to 1, in the last time it will be square root of 2 plus 2 at the same time, it will be zero in the distance from the euclidean distance then the silicon is equal to the distance from the euclidean distance the euclidean distance distance, square root of 2 minus 2, so at the same time it will go to the negative the other thing will be about the negative that I commit to the point where I was having theوم and it might be found in the same place, the negative and it will remain found in the same time in the other point and there will be the negative of x and in the end this problem, if I commit the negative or opposite باخد الـ Absolute Value بتاعها فدي بسميها الـ Absolute Homogeneity الحاجة التالتة تسميها Triangular Inequality لو انا بتكلم عن Triangular Inequality في الحل بتاعنا في الحل بتاعنا اللي هو 2 Dimensional Space، لو بتكلم على مسلس لو عندي مسلس اكيد المسافة من اي ضلعين فيه هتبقى يعني اصغر من المسافة اللي انا بجمع الضلعين التانين يعني لو عندي مسلس يعني عندي X, Y و Z مثلا المسافة من X إلى Z هتبقى اكيد اصغر من المسافة اللي هي X, Y زائد Y, Z فمعنى كده ده بيقول لنا باسيكلي ان دوت اقرب مسافة بين نقطتين هي Straight Line باسيكلي يعني اي طريق تاني عشان اوصل بين النقطتين دول اكيد هيبقى اطول فعشان كده انا بقول ان هي X, Z, Y less than or equal to norm بتاع X than norm بتاع Y بيساوي بقى اللي هي يساوي دي بتوساوي لما يكونوا الاثنين في نفس الـ Direction لما يكونوا الاثنين دول في نفس الـ Direction بالضبط يعني ما هو X و Y دول يعني ممكن اقول ان Y هي نفسها زي X في نفس الـ Direction بتاع X بالضبط otherwise يساوي بقى اللي فكمثال للنورم دوت او كمثال الفورميلة او نوع معين من ممكن انها تحقق تاتا equations دول هي اللي يكليد النورم اللي احنا متعاودين عليه ان احنا بناخد النورم اللي هو 2 بسميه 2 norm بتاعي بيبقى عندي العلامة النورم دي وبكتب تحتيها هنا 2 هي عبارة عن summation بتاع XI squared absolute value squared من I بتساوي 1 لن وباخد كل كلام تحت الـ square root ده اللي كلام كنت تبقى كلا معين من شوية باخد X1 تربيع زي X2 تربيع زي X3 تربيع وكل الكلام ده في الاخر يبقى تحت الـ square root عشان يطلع في الاخر اللي يكليد النورم بتاعنا في الحقيقة احنا ممكن نعرف بقى حاجة تبقى more general definition حاجة اسمها الـ P norm تبقى generalization لحاجة زي أو الكلام ديستانس فلو انا بدلا ما حطيت هنا 2 حطيت هنا P وشفت انا بقى في الـ equation بتاعتي هنا كان في عندي هنا square وكان عندي هنا نص يعني عندي هنا square root لا ده انا هاخد هنا power P واخد هنا برضو يعني square root to the P يعني مش square بقى يعني 1 على P يبقى معنى كده بحصل على حاجة اسمها P norm بتاع الفيكتور الحقيقة ده المثال البسيط بتاعه طبعا هو 2 norm اللي احنا شايفينه دلوقتي حالا اللي هو وفيه حاجة اسمها 1 norm اللي هو عبارة عن انا باخد absolute value بتاع i بسا 1 الى 2 اللي هو absolute value بتاع كل الـ elements بتاعتي بجمعها لان عندي في الاخر حاجة اللي برا هتبقى 1 على 1 في الاخر هتبقى ايه هتبقى هي نفسها ماشى بقى فيها ايه اختلاف الانفينيتي norm بتوصل لتبقى حاجة مختلفة شوية لو انا عملت لها هي عبارة عن الماكسموم بتاع absolute value بتاع كل الـ elements بتاعتي الحقيقة 1 norm ده له مسمى كده لطيف الحقيقة ما سميه taxi cab norm والمنهات النورم لان هي basic هي absolute value بتاع كل الـ elements اللي موجودة يعني بمعنى لوانا الدهواتي بقول ان انا مسافتي لو بكالي بردو مسافتي عبارة عن واحد واثنين اوكي واحد واثنين دي معناها انا بتكلم مسلا كنا عندي نقطتين مسلا انا عندي الوقت يوقف في حتة زي منهاتن كده الشعارة متقسمة فيها مربعات فمعنى كده بتكلم ان انا لو عايز اوصل من نقطة لنقطة تانية النقطة تانية دي بتاع بقعد عني 2 blocks في اتجاه الـ X و 1 block في اتجاه الـ Y يبقى لازم التاكسي بتاعي مش قدر يمشي مباشرة كده على الواتر كده بحيث نوصل من نقطة الاولية لنقطة الاخرانية لا ده لازم يمشي في شارع عبارة عن 2 blocks و بعد كي يمشي في شارع كمان 1 block عشان يجمع في الاخر يوصلني في الاخر المكان اللي انا عايزه فعشان كده بسميه تاكسي كاب نورم لانهو ده فعليا لو انا عندي نقطتين في اي يعني اي نقطتين موجودين عندي لازم يمشي على كل واحدة من ديمانشن بتاعتي الوحديها ما ينفعش همشي على الاي ما ينفعش همشي ديرك للكده زيانا كنت ماشي في الاي في ال 2 norm او كليديان دستانس ففي الاخر بجمع ال blocks دي ويبقى في الاخر النورم بتاعي بيسوي كان طبعا ال vector norms دي دي مهمة جدا جدا وهنشوف مثلا ان عندنا 1 norm دوت واحدة من الحاجات الاساسية في ال development بتاع theory زي compressive sensing يعني بيعتمد فيه على optimization بدلا ما احنا متعودين على squares مثلا لا ده هو بيمينيمايز 1 norm او ساعاتي يستعمل 0 norm كمان فدي حاجة من الحاجات اللي احنا ان شاء الله نبقى نتكلم عليها في المحاضرات بقى في الاخر خالص لما نتكلم على compressive sensing من الامثال اللطيفة برضه اللي ممكن ناخدها على vector norm ان احنا الوقت نحاول نرسم circle في different norms يعني عادة متعودين ال circle بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن trajectory بتاع كل النقط اللي لها distance معينة من origin اوكي؟ يعني basic circle اللي احنا تعودين عليها هي عبارة عن الشكل ده كده اللي two norm بتاع x بيساوي مثلا واحد اوكي؟ لو انا عايزة ارسم unit circle اوكي؟ ده اللي هي دينا الدايرة العادية قالصة اللي احنا تعودين عليها اللي هي بالشكل ده كده طب دلوقتي لو احنا عايزين نرسم دايرة اللي هي متعرفة في one norm ان كل trajectory بتاع كل ال axis اللي لها يعني p اللي هو one norm بتاعها بيساوي واحد او عايزين نحسب اللي هو infinity norm بتاعها بيساوي واحد فخلينا اخد اللي هو one norm بتاعها بيساوي واحد بشكل عام ازاي؟ طبعا اول حاجة one norm معناها ان انا عندي مجموعة الاثنين مجموعة ال absolute value بتاع اكس و واي بيساوي واحد فلاقي ان عندي نقطة دي اللي هي نقطة العبارة عن واحد و زيرو او زيرو واحد او ناقص واحد و زيرو او زيرو ناقص واحد كلهم بيحققوا لان ال absolute value بتاعهم كلهم بيبقوا ايه؟ بيبقوا كلهم فعلا يعني absolute value بتاع اكس زائد absolute value بتاع واي بيساوي واحد طب اللي في النص بقى هنلاقي ان احنا فعليا كل كل النقط اللي على ال straight line اللي بيلي اتنين دول هتحقق لي كلام ده انا بتكلم دلوقتي على اكس زائد واي بتاع واحد فمعنا كده straight line فعلا ماشي بالشكل ده كده اوكي؟ ونفس الكلام لو اتكلم هنا برضو نفس الحكاية بالزبط هلقي ان ده برضو بيحقق لي نفس الحاجة بالزبط نفس الكلام بالزبط ففعليا هنلاقي ان انا في الاخر كل واحدة من ال conditions بتاعتي اللي هي في different quadrant هتديني straight line في الاخر والstraight line ده بيبقى ب different slope حسب الايه؟ حسب ال absolute value بتاعتي او حسب ال x وال y مع صحة كانوا ايه اللي فيهم positive و ايه اللي فيهم negative ففي الاخر هلاقي ان الميتريكس بتاعتي في ال one norm وشكلها كده حاجة مربع او شكلها حاجة زي diamond shaped كده بالشكل ده هنا اوكي؟ فده ده الميتريكس اللي هي بتاعت او ده شكل ال circle في ال one norm طب دلوقتي لما بتكلم بقى على circle في ال infinity norm هيبقى شكلها عامل ازاي infinity norm by definition هو عبارة عن الماكسيمم بتاع كل الايه؟ كل الارقام اللي موجودة عندي اللي موجودة في الفكتور بتاعتي لو بتكلم في two dimensional spaces يبقى معنى كده ان ال x norm بتاعي دوت اللي هو النور infinity norm بتاعي دوت هو عبارة عن maximum of x and y لو انا عايزه بيساوي واحد يبقى معنى كده هشوف انا بقى النقط اللي بتساوي واحد فين ويبقى هي دي النقطة بتاعتي يعني مثلا لو انا خدت فرضا لو انا خدت النقطة اللي هي هنا دي النقطة اللي هنا دي عبارة عن واحد وزيرو الماكسيمم بيساوي كام؟ الماكسيمم هو x يبقى معنى كده اللي هو واحد يبقى معنى كده النقطاتي عندي نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا الماكسيمم بتاع absolute value بتاع x و y هيبقى في الاربع النقطة الدول بيساوي واحد طب في النقطة الثانية في النص هنا لو انا هنا دلوقتي في المكان دوت هيبقى القيمة بتاعتي كام؟ القيمة بتاعتي عمتا لازم هي لازم تساوي واحد كويس؟ فلازم عشان تساوي واحد لازم اكون يا اما على x بيساوي واحد يا اما على y بيساوي لان ان infinity norm ما بيجمعش حاجات لو بيختار واحد منهم فمعنى كده انا في الاخراني يطلعلي بواحد يعني افدل ع الخط ده ماشي على X ilana1 لغاية عند اعي نقطة هنا ال Y اكبر من X في معنى Segunda يبقى النور توصيą Y وهكруп ادي ال� sekarang هنا نفس الكلام الاقسومcember ال Amnusitifalred عد OK ونفس الكلام rivalry النفس المعلوم بهور كما يشكلza مع 0 مربع خارجي كده. في حاجة لطيفة جدا لازم اخدها في اعتبارنا. ان احنا عندنا الميتريكس اللي هي بتاعت P نورم. اه تبقى اكبر من الميتريكس او تنكلود جواها الميتريكس بتاعت P نقص واحد. يعني ايه? يعني احنا شوفنا كده دلوقتي ان احنا عندنا ال one norm matrix هنا. two norm matrix هنا. the infinity norm matrix بره. the circle بره خالص. فالcircle هنا. جوه هنا. وجوه هنا. اوكي? يعني circle بتاعت one norm. جوه circle بتاعت two norm. جوه circle بتاعت infinity norm. لو عندي circle بتاعت three norm هلاقي هنا. في الحتة اللي هنا دي. لو four norm هلاقي براها. وهكذا. يعني كل الصور من اوة three norm لغاية infinity norm هلاقي كلها included في الحتة دي. في حتة اللي بين الابين دولوا بقى. وهلاقي الاربع النقطة الاولى اللي كان كلهم متقطعين فيهم دول. هتلاقي كلهم موجودين في كل الصور. اوكي? فدي حاجة برضو ناخدها في اعتبارنا. ودي حاجة يعني تبقى برضو عشان لو احنا بنعمل تشيك على على اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها. ممكن برضو تبقى في اعتبارنا عشان نقدر نميك شور ان هي مزبوطة. الحاجة اللي احنا نفكر فيها تبقى مزبوطة. طب لو احنا عايزين نعمل generalization بقى للكونسب بتاع vector norm دا للماتريكس نورم. اوكي? الماتريكس نورم بقى يعني برضو بيحاول يعمل حاجة شبيهة. بس ممكن ما تكونش برضو الى حد كبير شبه ال نورم اللي احنا شفناه. او يعني ممكن برضو نلاقي صعوبة شوية اكتر من الفكتور عشان دائما متخيلين ان هو مسافة بالنقطتين. طب دلوقتي لو النقطة دي ما بقتش نقطة بقت حاجة مختلفة عن النقطة بقت اعقد شوية من النقطة هي بقى معناها ايه? يعني مفيش عندنا الكونسب دا مش موجود عندنا في فالماتريكس نورم عن متن هو برضو فانكشن زي ما كنا بنتكلم برضو في الفكتور نورم. وبردو بنتكلم على ان ايه بقى، بتبالونج لريل نورم ن باي ن يعني هنا بقى مابقتش ن بس، ن بس معناها ن نورم لا هنا ن باي ن يعني عندي ماتريكس فيها ن باي ن نورم ريال نورم اوكي؟ فبلاقي ريال نورم اللي هو بنسميه النورم متاع ايه؟ برضو بيبقى شكله دستنس كده بس بيقاليه كونديشنز بدل تلاتة كونديشنز الكلمان عليهم بيزود عليهم كمان كونديشن كونديشن الاولاني اللي هو النورم نفسه بيكبر من زيرو وان الالفا A لو اندربت في الفا بيبقى عندي برضو النورم نفسه عبارة عن الفا absolute value في A ولو جمعت 2 matrices برضو بيبقى less than or equal to النورم بتاع الماتريكس اوانية ازا النورم بتاع الماتريكس التانية في عندنا بقى condition حاجة تانية اسمها sub multiplicativity اللي احنا بيكلم عن ان احنا لو عملنا multiplication 2 vectors او 2 matrices جوة النورم ده بيبقى less than or equal to النورم بتاع A في النورم بتاع B يعني حاجة شبه الـ triangle inequality اللي احنا كنا كلمنا عليها في الـ condition الثالث بس بنتكلم بدلا ما كان عندنا هنا addition بقى فيه عندنا هنا multiplication الحقيقة فيه مثال الكلام ده اللي هو الحاجة اسمها فروبينيس نورم الفروبينيس نورم شبه الـ echelidian distance كده بس متطبع على matrices يعني بدلا ما كنا بنحط هنا summation واحد بس ونمشي على elements vector لا باخد بقى summation على x و y يعني على rows و columns ويبقى جمع كل الـ squares بتاع كل الـ elements الموجودين عندي في الميتريكس و الاخر بعد ما جمع اخد square root ده بسميه A F-norm لأو الفروبينيس نورم بتاع A بتاع A matrix واحد من الانواع بتاع الميتريكس نورم موجودة برضو حاجة بنسمى induced أو operator norm دي بتبقى defined النورم بتاع A بيساوي الماكسموم بتاع النورم بتاع AX دم بـ vector norm على X-norm دي vector norm طبعا زي ما احنا عارفين دي N في N و دي N في واحد يبقى في الاخر نتيجة N في واحد يبقى ده فيكتور ما هواش ايه ما هواش ما هواش في الاخر matrix ده برضو طبعا زي ما احنا شايفين ده فيكتور احنا بنشوف بقى الماكسموم بتاع اكبر رقم ممكن يطلع لنا من كل الـ axis دي في الدنيا اللي تتوصف اوكي ونقول انه هو ده في الاخر الـ A-norm بتاعي بيساوي كاما او الـ induced norm بتاعي بيساوي كاما فيه special case بقى من الـ induced norm دوت اللي هو induced P-norm او matrix P-norm ان انا باخد special case من النورم اللي هنا دوت الحاجات اللي جوه هنا دي definition بتاع الـ vector norms اللي هنا دي نها P-norm بتاعي زي ما احنا احنا definition في الـ vector norm ففعليا بيبقى عندي A-norm P-norm بتاع A هو الماكسموم بتاع P-norm بتاع AX على P-norm بتاع AX ده الحاجات Theoretically Very Important وفي الوقت نفسه ببعض الحاجات الـ expensive to compute وهنلاقي برضو نحنا definition ده الحاجات يعني مختلف عن Frobenius Norm اللي حسنا نتكلم عنهم من شوها صغيرين الحاجات 2-norm لو انا حطيت هنا اتنين اوكي هلاقي ان عندي الـ maximum بتاع A-X 2-norm بتاع A-X على 2-norm بتاع A-X اوكي وده في الاخر الحاجات بيطلع لنا maximum eigen value يعني ممكن نسبة نوع بيساوي maximum eigen value بتاع الميتريكس باعتنا بيطلع طعمها مختلف تماما على حاجة كنتم مطلعها من Frobenius Norm اوكي برضو من النظريات اللي لها علاقة بالكلام ده ان انا عندي A-X لو خدت نور بتاع A-X الفكتور A-X دوت بيبقى less than or equal to النور بتاع A في النور بتاع X اوكي ففي الاخر احنا ممكن ان احنا برضو نستعمل الحاجة دي في ان احنا برضو نتخيل التغيير في النور اللي بيطلع لنا لو انا عندي A-X مثلا بتخش على ميتريكس معينة بيبقى A-Matrix دي دينا حاجة زي Amplification كده للVector اللي داخل لها فممكن برضو نحاول نحسب Theoretical Upper Limit كده للكلام ده ان هو عبارة عن النور بتاع اي ده بيساوي كام طبعا لو احنا شايفين من هنا كده A-X دي لو احنا كنا يعني بتكلم بقى من ناحية ال-Agen Value Problem هنلاقي ان الماكسموم بتاع الحقيقة لما X اكس ده يبقى الماكسموم ليبقى ال-Agen Vector مقابل ال-Agen Value ففعليا هنا لو انا بكلم على 2Norm بقى بتكلم ان النور بتاع اي ده هو عبارة عن الماكسموم ايجين فاليو فهنلاقي ان هو فعلا ده يبقى ليس X or equal to الماكسموم ايجين فاليو في ال-X فده طبعا بيبقى واحدة من الحاجات برضو اللي ممكن نحنا يعني نستعمل ان احنا برضو نبقى عارفين على اقل اللي يحصل للVector اللي مضروحة لل-A matrices بتوعنا بيساوي كام ودي طبعا حقيقة في الاخر بنلاقي ان هي لها قيمة وممكن يبقى برضو يعني بتدينا برضو على اقل expectations كده اللي ممكن يحصل جوه جوه الماتريكس فكتور ملتبليكيشن ده كامثلة برضو للحسابات بتاعة ال-One normal ال-One normal بالماتريكس A ال-A1 بتاعنا اللي هو ال-One norm بتاع الماتريكس A هو عبارة عن الماكسموم بتاع المجموعة بتاع AIG من I بتاع واحد لايه لأن يعني بجمع دلوقتي على ايه بجمع دلوقتي على ال-I يبقى معنا كده يجمع بجمع كولومم بالماذyl يعني كل واحدة من ذول بجمع كولوم بطلع كولوم في الاخر كوهز الكولوم جي يعني بطلع هنا ك Perloth C أنا باكسمايز بقى علىii باكسمايز باكسمايز في ،ال-oh Cox جميع كه choose اي واحدة من الش題ت بطلع لي ماج Leyل خاصة به كده بنسمى ال-One norm بتاع الماتريكس A خاصة به خاصة بجمع رأيكس يعني الone norm بتاع الميتريكس A لو باخد الانفينيتي نورم بتاع الميتريكس A بقى بيبقى ديفايند ان هو حاجة شبيهة بكده برضو بجمع بدلا ما كنت بجمع بقى على i مرة اللي فاتك بجمع بقى على j فهنا كده بجمع اطلع row يعني هنا دلوقتي الoutput بتاع الـ summation دوت هيطلع لي الrow number i قيمته كام او مجموعه كام فهي عندي طبعا بماكسمايش في الاخر على كل الـ rows اللي موجودة عندي ففي الاخر الـ infinity norm بتاع الميتريكس A او induced infinity norm بتاع الميتريكس A بيساوي maximum row sum يعني maximum بتاع الـ summation بتاع الـ rows بجمع كل الارقام اللي موجودة في الـ rows واشوف الـ maximum بتاع كل التجمعات بتاع الـ rows دي واشوف any row اللي اعلى ويبقى هو ده الـ infinity norm بتاع الميتريكس A طبعا خلي بالي من حاجة مهمة قوي ان انا باخد absolute value في الاتنين يعني باخد maximum row sum او maximum column sum بس باخد maximum absolute يعني اوكي باخد absolute بتاع السم مش باخد مش بجمع الارقام نفسها بجمع الـ absolute values تعيطا فتاني عندنا هنا الـ one norm او الـ induced one norm بتاع الميتريكس A هو عبارة عن maximum column sum في الـ infinity norm بتاع الميتريكس A اللي هو الـ induced infinity norm هو عبارة عن maximum row sum بنسمع عن حاجة مهمة جدا بنكاركترايز بيها الميتريكس A حاجة بنسميها condition number عشان نفهم condition number ده جاي منين و جاي ليه هنكونسيدر system linear system equations وperturb بـ noise يعني عندي AX بساوي بي حصل ان انا دلوقتي الـ B اللي انا كنت بحل بيها دي او الحاجة اللي انا باخدها او بقسها عشان في الاخر اعمل inversion واجيب X حصل ان بقى فيها error delta B اوكي فهوان سنبقى فيها delta B ماتوقعش ان في الاخر يطلع لي X فمعنى كده هتطلع لي X دي بلاس error delta X اوكي على اعتبار ان الـ A دي بتبقى موضل موجود ما بتغيرش ان بدها مش هبقى أي اسات ده بيبقى غالبا حاجات موجودة عندي وانا في الاخر انا بقيس الـ B واجيب منها الـ X فمعنى كده لو انا بصيت في الـ equation دي وحليت كده given طبعا AX بتساوي B هي true X و true B اوكي هلاقي ان A delta X بتساوي delta B او مع صحة delta X بتساوي A inverse في delta B theoretically اوكي طب دلوقتي لو انا اخدت النور بتاع delta X ده vector norm ده هيبقى less than or equal to النور بتاع الميتريكس دي لو احنا كنا شوفنا انا باخد النور بتاع هنا والنور بتاع هنا وحنا شوفنا ان النور بتاع A في X زي ما احنا شوفنا قبل كده less than or equal to النور بتاع A في النور بتاع X زي ما احنا كنا لسه نتكلم من شويا فعليا ان النور بتاع delta X less than or equal to النور بتاع A inverse في النور بتاع delta B والنور بتاع B من الاساساسية بتاعتنا اللي موجودة هنا دي نفس الكلام بالضبط less than or equal to النور بتاع A في النور بتاع X طبعا دي ده matrix norm الاثنين دول matrices norm ودول vector norm الحاجات التانية دي كلها vector norm طب دلوقتي لو انا عملت combination لتو equations دول لو اسامت دي على دي طبعا هم الاثنين زي بعض بالنسبة لايه؟ بالنسبة للase الحاجة اللي موجودة هنا يعني دي detta or equal to ودي Okay فمعنى كده لو انا خدت مثلا يعني خدت حاجة اللي موجودة هنا دي Okay اللي هي الحتة اللي موجودة عندي اللي هي بتاعت X دي اسامت delta X u Stock delta X Delta X علي X زي ما تبقى less than or equal to لان دي طبعا انا اسامت على حاجة كبيرة Okay فلو اسامت على حاجة كبيرة يعني معنا كده انه انا عندي delta X على x. Lizen or equal to برضو. ال a اللي كانت موجودة عندي. اللي هي a inverse ق Severus كانت موجودة عندي لسه موجودة. ال a دي كانت موجودة تحت. لما انا قسمت delta X على الكلام ده. a دي بقت موجودة تحت. فهوديها ناحية التانية. تبقى ايه? a norm تبقى موجودة عندي ناحية التانية. ومضروبة بقى في delta b. على برضو ايه? b اللي هي جاية لي بقى من الأصل اللي كانت موجودة. لما انا قسمت بقسم طرف. بقى اسمه من هنا على هنا, بقى اسمه هنا على هنا اوكي فالآخر بلاقي انه هنا عند ايه النور بتاع ايه الف نور ايه انرس مضروف'DLTA بي النور بتاع دلم بي على بي اوكي فبسمي انا بقى الجزء اللي هنا دوت بسمي انا الجزء اللي هو أبرة عن الميتريكس نور متاع ايه في الميتريكس نور بتاع ايه امورس 궁 settings nvr بتاع beneficiaries kappa af a condition number o f a في الحقيقق لو جينا بصينا عن و rhyى najinement بقى في الحالة اللي احنا استعملنا لو رأينا اللون على نهاية الاك drops لا بيناسب اكبر من واحد ابدا ولانا عمدي في الحلية دهны المبلو árعota بتاعي اللي هو دلتاx عا اكس. بتبقى في الاخر informação الى بيه على بيه بال yeni القوص بيه او بال Pel Olympics Norm او اللي هو يعني معنى كده لو انا عندي 100% ارع في ال بيه 10 في المية ارع ده يبقى بيه. ده عشان هنا ما يطلق على الا auf اcier. فطبعا في غاية الاهمية ان انا اصغر ال اقدر على قدو ما اقدم. على اقل لو في عندي error 10 في 100 على الأقل يعني يعني اطلعه 10 في 100 بس ما اقدرش ان اطلعه طبعا على أقل لما ينفعش اطلعه على أقل طلعه في error يبقى لازم اطلع لي error فانا احاول من condition number ده ان انا ما خليش error بتاعي يبقى amplified فcondition number هو عبارة عن amplification بتاعي اللي في البي يعني اللي بتطلع لي في الاخر في الحل بتاعي اللي في ال x ففعليا ان احنا لو احنا اخدنا cup of a d اكبر من او تسوي الف عادة الناس بسميها ال condition لان احنا في الاخر يطلع لنا very large numerical errors لما نيجي تحل ال x بتسوي بيه فيعني بتكلم على error نفسها بتبقى amplified والحقيقة بتبقى amplified بال condition number هو بيبقى الف ده طبعا بتبقى رقم كبير قوي لان احنا يعني لما بتكلم على error بيضع ب الف دي حاجة ضخمة جدا جدا ال الف دي طبعا ما هياش يعني حاجة يعني محددة جدا ممكن انا يعني في conditions مثلا او في بعض المسائل ممكن انا اخلي رقم ده يبقى اكبر او اصغر حسب ال accuracy اللي انا في الحل بتاعي بس العادي الناس متعودة عليه ان هي بتحط condition number الف ده ده بالتأكيد ان هو دلالة على ان الميتريكس بقى ال condition او ان هي عندها مشكلة ان انا لما باجه حاول الاقي منها حل او حاول احل منها linear system of equations بلاقي ان دايما بيطلع لي numerical errors ممكن تكون عالية مش صغيرة فالحقيقة لو احنا بنتكلم بقى ال estimation بتاع condition number لو احنا بنتكلم على الا لو احنا خدنا induced norm اللي هو 2 norm هللاقي ان احنا نقضى نلاقي condition number of A لو احنا اعتبرنا 2 norm 2 induced norm اللي هو induced 2 norm بتاع matrix A بتاعتي هو برعا lambda maximum في lambda minimum ليه احنا احنا بكده كلمنا على ان عندنا النور بتاع matrix A اللي هو 2 norm بتاع matrix A هو برعا lambda maximum هو برعا maximum eigen value اوكي طب دلوقتي A inverse هتبقى كامل احنا عارفين طبعا من الالجبرا ان احنا لما بناخد inverse plan matrix ال eigen value بتاع inverse plan matrix دي عبارة عن واحد على eigen values بتاع ايه بتاع matrix العادية او inverse plan the eigen values دي فمعنى كده ان اكبر eigen value هتكون بتساوي كام هتبقى بتساوي ال inverse بتاع اقل واحدة فمعنى كده ان عندي اللامضة maximum دي هي A norm اللي هي النور بتاع A واحد على اللامضة minimum هو النور بتاع A inverse اوكي فعشان كده الاثنين دول مع بعض كده بيبقى ايه بيدوني ال ايه ال condition number بتاع A matrix بقى طبعا لو انا عندي singular matrix singular matrix يعني معنى كده ان واحدة من ال واحدة او اكتر من ال eigen values بتساوي صفر يبقى condition number بتاعي بتساوي infinity اوكي يعني ايه يعني انا باخد باخد الزيرو ده هيبقى minimum بتاعي اوكي فمعنى كده اي حاجة على زيرو تبقى بانفينيتي فطبعا احنا practical يبقى معنى نتوقاش ان يبقى فيه عندنا zeros خاصة يعني انا عمري ما شفت في الاستعمال بتاع ال matrix computations في الدنيا من ال matrices المنجودة في الدنيا ان عمري ما بقى لاقي matrix exactly singular دايما بقى فيه عندنا رقم صغير ما بقىش رقم كبير يعني ممكن يبقى فيه عندنا ما بقىش رقم زيرو يعني يعني ممكن يبقى مثلا ال maximum eigen value بتاعتي مثلا عشرة اوكي المنمم ممكن تبقى عشرة اصناعها 32 اوكي هي فعليا يعني براكتيكالي مفهود نتبقى زيرو بس اكشولي على الكمبيوتر ما هيش zero اوكي فلو استعملتها بتديني مشكلة بس في الاخر يعني هي في الاخر صعب ان انا قلناها singular بالdefinition اللي هو ال exact definition اللي موجودة عندي في linear algebra فدي واحدة من الاختلافات اللي احنا بنشوفها بقى بين بين linear algebra و matrix computation ان احنا فيه عندنا حاجات فعلا في matrix computation بتتعامل مع الواقع اللي هو ما هواش ideal زي الايه داي theory فطبعا ممكن الكلام ده بيتحسن بعض الاحيان لما اعمل scaling لبعض يعني كمثال لو انا حدت matrix equation بالشكل ده عندي واحد zero وزيرو ايه ابسيلون ايه ابسلون ده رقم صغير اوي قوي سياس لو انا بسيت على الشكل بتاعي هنا ده كده Max equation دي Action values بقعتها ايه علشان دي diagonal matrix لو هي Diagonal بقى Eigen values هي حاجات الارقام الموجودة عندي دي الفعليا prasimumiscal self-reging value والminimum هي بقى تساوي ابسلون يعني هنا dishwasher فكام 1 chips 5 بالدقدان بقى واحد علاج ابسلون اوكي طب دلوقتي يوحد علاج ابسلون دي لوا انا psy بتاعتي هي 10 اصناس اربعة اوكي يبقى condition number يبقى يساوي كم؟ يبقى يساوي 10.000 فمعنى كده ان ال system ده هعتبر ان هو almost يعني ال condition هعتبر ان هو صعب ان هو يتحل بس لو انا جيت عن matrix اللي تحت دي اللي هي ال equation اللي هو rule اللي تحت ده وال equation اللي تحت خالص دي ده ربطها في factor اوكي نفس ال equation هي هي ربطها مثلا في 10 اصناس اربعة مثلا 1000 دي بقى 10 اصناس اربعة في 1000 هتبقى دي كم 10 اصناس واحد اوكي ودي هتبقى برضى نفسك ال 10 اصناس واحد لما اجي اشوف ال equation بتاعتي هنا هيبقى واحد و 10 اصناس واحد يعني لما اقسموا ال 2 على بعض اطلالها 10 10 احسن بكتير من 1000 يعني اقدر اعتبر ان ها stable اقدر احلها فمعنى كده condition number نخلي بالنا ان في بعض الاحيان نقدر نعمل scaling لبعض ال equation ونحسن جدا 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 ال performance بتاعنا في الايه في الحل خلينا فاكرين تاني condition number ده لما بنعمله improvement ده بيحسن لنا ال propagation بتاع ال error اللي موجود في ال input بتاعي في ال vector b في الحل بتاعي اللي هو ايه في الحل بتاعي اللي هو ايه في الحل بتاعي اللي هو اكس يعني كل ما ال condition number كل ما كان اكبر كل ما كان بيحصل لي errors جدا جدا في الحل بتاعي نتيجة error الصغيرة موجودة في الايه في ال vector b اللي جايلي في ال input طبعا ممكن الناس تتساءل احنا ال error ده جايلي منين؟ يعني ممكن احنا نعمل اياسات وتطلع مزبوطة او ممكن يبقى عندنا مثلا الكمبيوتر هو اللي بيحسب لنا ال b ديت b vector دوت فال error هيجيله منين؟ طبعا احنا بعض الناس بتتخيل الكمبيوتر ده انه هو ideal computing machine يبقى معنى كده هديله ارقام مزبوطة 100% اكشو الكلام ده مش صحيح عشان نفهم الكلام ده كويس قوي لازم نتيني اتكلم على حاجة اسمها round of errors اللي هو ال error اللي جاي من التقريب اي رقم عندي عشان اقدر احطه جوه الكمبيوتر لازم احطه في representation والrepresentation ده بيتحطى عادتا في شكل ما انتسه في exponent يعني في عشرة قصة exponent يعني معنى بتكلم على رقم في عشرة قصة رقم اوكي فالrepresentation ده هو ده standard بتاع ال floating point number representation ده هو في الاي تريبل اي standard بتاعها اوكي فالمشكلة بتيجى منين بقى مشكلة بتيجى لما بحاول اجمع ارقام لها very different scales لما بكلم مثلا عن الرقم في عشرة قصة 7 وبجمع الرقم تاني بنفس المنتسه هي هي بس في عشرة قصة 7 دي بيقى فيها مشكلة ليه بقى ان انا عندي هنا رقم محدود او عدد محدود من الارقام مضروحه في عشرة قصة كازلا او بجمع حكتين زيب بعض والارقام دي محدودة بالشكل ده كده يعني زي ما احنا شايفين هوا 6 ارقام اوكي اوكي بلاقي ان انا عندي مشكلة كبيرة ان انا اكموديت الاثنين مع بعض الاثنين بتاع الاثنين لازم الاثنين يضربوا في حاجة واحدة هنا فعشان احطوهم الاثنين في حاجة واحدة لازم الرينجز بتاع دي ما تبقاش بعيد عن بعض قوي فالحقيقة دي بتعمليلي مشكلة الحقيقة جامدة جدا لان ممكن يطلع لنا الرقم يبقى اكبر من الرقم اللي قدر عمله الاثنين وفي الحالة دي بقوله على المشكلة دي انه حصل لي overflow او ممكن ان انا يطلع لرقم يبقى باسيكلي too small to be represented فبقى اسمي الكلام ده يبقى underflow يعني الرقم لو هو اطلع لو الحل بتاعي لو انا بقى جمع عرقاب ذا ببعض والرقم اللي اطلع لي اكبر من ال representation باسمي انه حصل overflow اوكي لما بيطلع لي ارقام صغيرة اوية ما قدرش اعملها representation اصغر من resolution بتاعي ال representation بتاعتي يبقى بتكلم عن الحاجة بتاعتي انه حصل فيها underflow الحقيقة في حاجة برضو من الحاجات اللي تورينا الكلام ده بوضوح ودي واحدة عن الحاجات يعني هتكلم عليها في ال homework او ال assignment اللي الناس عايزة تجرب يعني الحاجات دي عشان تفهمها اكتر حاجة بسميها المشين ابسلون المشين ابسلون دي بتمثلي smallest positive floating point number s such that لما بجمع واحد زائد s تبقى اجبر من الواحد طبعا لو واحد انا قلتلي دلوقتي انها بجمع واحد زائد s اس اني ده رقم نان زيرو ده رقم نان زيرو نقولك واحد زائد s هبقى اجبر الواحد ولا لا طبعا ده حاجة يعني بالمنطق كده مفوطي بقى اجبر الواحد بس اكشولي لو وصلت اس دي انها تبقى صغيرة كفاية هلاقي ان واحد زائد اس بتاع واحد ففي الحالية ده ما يبقاش متحقق ففي الاخر يعني المشين ابسلون بقى هي اصغر رقم اقدر اشوفه ان هو المشين لو جمعته زائد واحد يطلع لي الرقم اجبر من الواحد يعني لسه المشين بتاعتي شايفة ان هو كبير كفاية ان هو يبريزنتد مع الواحد اوكي فدي بتديني اندكيشن كل ما الرقم ده طبعا كان كبير كل ما كان احتمال يحصل لي errors اعلى اوكي وكل مكان صغير كل مكان ان المكنا بتاعتي دي فعلا بطلع لي ارقام accurate اكتر وطبعا ممكن اجربها مثلا لو انا بعمل بحاول ايس المشين ابسلون دي بنفسي وايس وستعملت مثلا float ك data type او استعملت double true هلتقى في فرق فرق فى الاتنين دي عشان اعملها فى المنتقى البساطة ان ه estavam لوب صغيرو هاعمل اللوب دي هجمع فيها واحد زائد مخصة بعد Last اوكي واسمي past 1 يسوا واحد هذه terms واحد زائد 1 اكبر من واحد اوه اجبر من واحد اوكي خلاص نكمل بقى بعد كده انهم واخدين J been around s ذي اسمع Pls ونجمع تانى واحد زائد 1 sack a bag 1 فعلك يا اه ده اكبر نعمل Loubout كده كل مرة اختار نقسم اس على اثنين ونجمع زائد واحد ونتشاك ان الريزولت دي اكبر من الواحد ففي الاخر خلاص هنلاقي ان احنا وصلنا النقطة ان لا ده مش اكبر من الواحد فنقف عند النقطة دي يعني لو احنا بنعمل لوب نقف عند النقطة دي ونتشاك على الاس نفسها بتساوي كام او الاس اللي قابليها بتساوي كام بمعنى صح ويبقى ايه ويبقى هي دي الماشين ابسلوم بتاعتي بتساوي كام دي الحاجة يعني يعني بنعمل كود صغير كده في ماتلاب ممكن هو يطلع لنا الكلام ده وممكن نغير بتاعتنا ونجرب برضو عشان نتأكد الماشين ابسلوم بتتغير ازاي مع الديتا تاعت دي واحدة من الحاجات اللي فعلا بتورينا ان الكمبيوتر ما هواش ايديال ما هواش ايديال كمبيوتر فعلا ما هواش ان هو بيطلع لي نتيجة صحيحة 100% اللي بتطلع بقى نتيجة للـ overflow الـ underflow الحاجات اللي ازاي كده او نتيجة للحاجات اللي زي دامحة شافيه في truncation اللي بيحصل مثلا في الماشين ابسلوم ده لما بطغر اس قوي ده بيديني indication ان انا وانا بجمع ارقام مع بعض ممكن يحصل ان في حاجات تبقى lost يعني في بعض الحاجات من numerical errors اللي بنعملها في الحسابات تديني حاجة زي small perturbations كده او small noise superimposed على الحاجة اللي انا الرقم اللي انا ايه الرقم اللي انا الحقيقي اللي مفوض يبقى موجود فالـ errors كده هي source of error الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه يعني مش متوقع ان انا الـ error ده يبقى طلعي من بره او جايلي من مثلا نويز جايلي على سلكة او بقيس فيها حاجة analog مثلا لا ما هيش كده ممكن اذا فيه errors جايالنا introduced اصلا من الـ computations اللي مبتعتنا اللي موجودة على الكمبيوتر فالحقيقة فيه نوع من انواع الـ analysis اللي بتتعامل بنسميها sensitivity analysis بعض التحاليل اللي ممكن نعملها بنستعمل بنستعمل perturbation analysis ونوري فيها how stable the solution is for a particular matrix A and the machine precision S اوكي باسيكلي احنا ممكن طبعا نكلم على ان الـ condition number هو الاساس في ان احنا نdescribe الماتريكس كويس بس باسيكلي لما بنتكلم على الاختيار بتاع الـ single double precision ايه الفلوت العادي او double precision الحقيقة اللي ممكن ان احنا نكون بنعمل الكلام ده out of ان احنا عايزين نـ gain يعني time ايه الوقت بتاعنا يبقى طبعا اصغر لما بنكون نستعمل data types اصغر او الـ storage بتاعنا برضو ممكن يكون اصغر لما بستعمل الـ float يعني نستعمل double بس اكشوالي ده ممكن يـ end up يكوز major errors in the result يعني ممكن النتاج بتاعنا يطلق فيها اخطاء جمدة جدا بحيث ان كل الـ optimization الـ optimization انا جايبنا دي ما تبقاش مفيدة فالحقيقة انا هم نتكلم على ان احنا في الاول خالص هدفنا بـ matrix computations ان احنا نوصل لحل يعني سليم يعني الحل بتاعنا يبقى صحيح الاول ده priority امرة واحد الحاجة التانية بقى اللي هي second priority ان احنا نخلي بقى ان الكلام ده يبقى efficient for time و efficient for storage وكلام ده كله بس ما ينفعش ان انا optimize for storage و optimize for time و sacrifice الحاجة الاساسية اللي يمكن استغنى عنها ان هي ايه هي accuracy بتاع الحل بتاعي فالperturbation analysis هي واحد من الحاجات اللي انا ممكن لو انا بعمل مثلا linear system solver معين ممكن مثلا ندخل الـ b vector بتاعي احطنا عليه error معين انا باداية بقى واجرب اشوف الـ x بتاعتي دي هتبقى ايه هتتغير بمقدار قدية والـ error بتاعي بقى مقدار قدية طماما في حاجة زي كده بعمل random errors وبقيس برضو الـ errors اللي طلع دي في حالات كتير انا بعمل number of trials يعني ب errors مختلفة واشوف الـ error اللي طلعي في الـ x solution بتاعي بكام واقدر اطلع اعمل يعني في الاخر analysis من الـ error المتوقع بتاعي في الحال اللي ممكن يبقى كزا ودي واحدة من الحاجات طبعا دي طبعا advance شوية بس خليها في اعتبارنا برضو عشان ايه يعني في اعتبارنا دايما فيه errors جاية لنا من الـ computation وجاز من اخذ في اعتبارنا الكلام ده خلينا بقى نكونسيدر الحالة المال جنرل بالنسبة للـ linear system of equations يعني فيها الـ A matrix بعيتها ما هياش square وعايزين في الاخر نلاقي الحل بتاعنا او نلاقي احسن حل ممكن الـ equations بحيث ان احنا نستخدم two norms of the residual two norms of the residual معنى ايه لو حسبت انا x دي بتساوي كام باجي اخد ax minus b واشوف النورم بتاعها بيساوي كام طبعا دي حاجة غطيفة جدا كاستعمال للنورم ان احنا بنشوف فيه فعلا هل الحل بتاعنا دفعلا قريب من ان هو يحقق الـ equations ولا بيبقى فيه error فطبعا ممكن يبقى فيها عندنا حالتين الحال الاولينية يبقى فيها عندنا N اكبر من M يعني عندي هنا عدد الـ rows اكبر من عدد الـ columns فبتكلم ساعتا انها حاجة اسمها over determined system اوكي over determined يعني معنى كده انا محتاج N equations انا مديلك اكتر من N equations فبنحلها بالطريقة دي بقى ونحل الـ equations دي ونطلع حاجة اسمها least square solution least squares معنى انها دلوقتي بيلاقي حل بيحقق لي minimum بتاع الـ error اللي جايلي من كل الـ equations اذا ممكن بعض الـ equations دي مديها لك دي ممكن يبقى فيها conflict يعني عمري ما هديلك عدد اكتر من N ويبقوا كلهم consistent مع بعض يبقى معنى كده هيبقوا dependent بقى ساعتا لما لو هما مثلا اكبر N plus 2 مثلا هيبقى كده في 2 equations لحد ما بيبقى فيه تعارب بينه فانا بحاول اقلل بقى الـ error اللي موجود عندي ده فبجيب least square solution لو العكس بقى عندي لانا عندي number of rows اقلل من number of columns يبقى معنى كده انا محتاج مثلا ميت equations 80 50 مثلا فبسميه under determined system يعني عندي system بتاعي ده ما هواش defined بالشكل الكافي اللي انا ادرى اجيب بيونيك solution فبسمي الحل بتاعي في الحلات ده minimum norm solution لانا عندي هنا لما بكون عندي عادة equations اقل بيطال infinite number of solutions انا اختار minimum solution اللي minimum norm وقول ان هو ده solution اطلعه ففعليا نحن نتكلم على الحل بتاعتنا دي ان احنا بنقى بس حل من الحلول الممكنة ويبقى في حلول تانية برضو ممكن تكون موجودة لنفس الانيار system of equations في special type of matrices بنسميه orthogonal matrices ده في غاية الهمية في matrix computations في الحقيقة الانبرس بتاعي matrix هو نفسه بالضبط التranspose بتاعي matrix نفسها يعني المعنى ايه لو عندي الميترس بتاعي اسمه q q في q transpose بتسوي identity يعني معنى كده اني الانبرس بتاعي matrix q دي هي q transpose ممكن نحطها بالعكس بقى ان q transpose في q بتسوي identity اوكي يعني معنى كده q transpose بتسوي q inverse بتتميز الميترسيز دي بقى بكذا حاجة الحقيقة ان اول حاجة بتاعها بيسوي واحد ان كل طالما بتاعها بتاعها بيسوي واحد باي the way هنلاقي ان احنا eigen values كلها بتسوي واحد برضو باي the way اوكي فطالما كل كل ال eigen values بتاعها بتسوي واحد يبقى معنى كده maximum lambda بتسوي واحد وال minimum lambda بتسوي واحد اللي هو eigen value minimum وال eigen value maximum بيسوي واحد فلاقي condition number بتاعنا بيسوي واحد على واحد بيسوي الواحد بالزبط فده ideal condition number لا يمكن احنا نلاقي matrix لا condition number احسن ده ideal situation مفيش اي حاجة احسن من كده خالص دي معناه ان احنا لو في عندنا error في البي بيرجع بيطلع زي ما هو بالظلط ما بيبقى شيء اي عام بليفكيشن خالص ده ideal scenario يعني كلنا نتمنى ان يكون موجود فالحقيقه ممكن نتكلم على الorthogonal transformations الحقيقه لو انا ضربت q دي في اي فكتور ax مثلا هنلاقي انها بتبريزيرف اللنث لو انا باخد q دي نفسها هي الميتريكس q دي نفسها هضربتها في x وضربتها في y لو x وال y دول بينهم بانجل معينة الفكتور x وال y بينهم بانجل معينة هلاقي ان بعد الملتبليكيشن بال q ديت اللي هي الميتريكس الorthogonal matrix ديت هلاقي ان الانجل بينهم برضو بتبقى تبريزيرفد فالحقيقه بنتكلم على اي يعني ميتريكس مضروة فيكتور بسميها وده بيبريزيرف اللنث ويبريزيرف الانجل ودي حاجه مهمه جدا هنشوفها بعد كده في حاجهات تانية ممكن تبقى مفيده جدا من نسبالنا في الحل بتاعنا او ان احنا نحاول ان احنا نترانسفورم البروبلم لدومين تاني او لشكل مختلف او كوردينت سيستم مختلف بيسهل علينا الحل بتاعنا شوية بيستحسن طبعا لما احنا نعمل ترانسفورميشن مش تكليل ان هو يكون ارثوجنل عشان نحافظ على السيسم بتاعنا مايبقاش في اي اي ف اكزامبل للحاجات دي الحقيقية زي الروتيشن مترسي زي الروتيتور وحاجه اسمها الرفلكتور الرفلكتور بتريفلكتور بتاعنا يعني بتجيب لها الميرر الامج بتاعته يعني وذ ريس بكتور وبرتيكولر يعني بزبط انا خليتنا عندي مسلا السورفز ده الخط ده كده 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 مراية لو في عندي فيكتور هنا كده ماشي هنا كده الرفلكتور بتاعها هيجيبولي واحد تاني كده ناحية تانية اوكي يعني بيبقى الرفلكتور بيبقى تبقى ميرر الامج بتاعته with respect to a particular line اوكي الروتيتور صبع زي ما احنا عارفين بيعمل الروتيشن للفاكتور ده بانجل معينة فروتيتور والرفلكتور زي هيا امثلة واضحة جدا للورثوجنال متريسيز زي ما احنا كنا شوفنا في الجزء بتاعت ريانجل متريسيز كده نحنا كنا بنحاول نتاك ادفانتج الحل البسيط بتاعت ريانجل سيستم عايزي بقى نستغل برضو موضوع الورثوجنال متريسيز ده ونحاول نلاقي دي كمبوزيشن تعمليها دي كمبوزيشن للمتريسيز بتاعتنا in terms of ارتوغنال متريسيز واحد من الديكمبوزيشنز بتاعتنا هي الـ QR هي بتاخدنا N باي N متريكس A وطلع علينا الماتريكس AD متريكس A D متريكس ومعنا كده نحنا بقى في الحل بتاعنا لما يكون عندنا متريكس متريكس X بتساوي B ندر نخطها في صورة QR X بتساوي B هنعمل نفس الحاجة اللي عملنا قبل كده ناخد R X بتساوي Y ونحل بقى QY بتساوي B ده الحل هنا بقى يبقى ابسط بكتير جدا ليه بقى نحن نعرفين انفرز بتاع الـ Q دي هي عبارة عن Q فكل اللي محتاجة عمله انا اخلي الـ Y دي هي بتساوي Q دي في منتهى البساطة ومنتهى السهولة نظر رح سيبها على طول في غاية السهولة الحاجة بعد ما حسبنا الـ Y بتساوي كم نرجع بقى نعوض هنا في الـ بقى عندي R اللي انا عارفها طلعها من الـ QR في اكسل هي الـ الحقيقي اللي انا عارفوا بقى بيساوي الـ Y اللي انا لسة تحسبها دلوقتي واحسب بقى الحل بتاعي اللي هو بالشكل كده فاحنا برضو هنا عملنا ان احنا يعني عملنا الـ ده وحلنا في الاخر في خطوتين الحقيقة مستغلين فيها خطوة فيها عندي فيها عندي وخطوة الخطوة التانية فيها عندي ففي الاثنين الحقيقة بيدونا فعلا ممتاز جدا الميزة بتاعت الرقم الان هو مش بس بيقدر يحل نحن ممكن فيها عندنا n by m with n greater than m يعني بيكلم عن over determined case لو انا عندي over determined case بيبقى عندي upper triangle matrix بتاعتي اوكي هي عبارة عن upper triangle matrix تحتها اوكي ففي الاخر نقدر نطلع برضو منها الحل لان احنا هنا عندنا فيه اكويشن زيادة والاكويشن زيادة دي مفروض ان هي تبقى ايه في الاخر بتاند اوب ان هي تبقى موجودة في الاخر يعني مش محتاجينها يعني هنا لازم بيقى عندي الر نفسها لازم تكون سكوار فالباقي هنا بيبقى صفار موجودة تحت ففي الاخر يعني نقدر نعمل دي composition وفي الاخر نقدر نحلها بنفس الشكل ده حتى لو كان system بتاعنا over determined طبعا دي ميزة بالنسبة لqr ما كانتش موجودة قابل كده في الحاجات اللي زي triangular systems equations زي LUD composition او كوليسكي decomposition في الحقيقة احد الترانسوميشن برضو المهمة جدا اللي احنا فعلا بنستعملها كتير جدا ومستعملها كل ما يكون فيه فورصة ان استعملها فعلا انها في غاية الجمال اللي هي وفيه control فعلا بالنسبة للحل اللي بيطلع منها بشكل يعني يفوق اي طريقة تانية هي singular value decomposition singular value decomposition بتاخد matrix مش شارط انها تكون يعني مش شارط انها تكون square باخدها n by m non zero matrix الرانك بتاعها برضو مش شارط انها تكون full rank يعني ممكن تكون حتى singular ما فيهاش مشكلة ونقدر ان اكسبرس الايه بتاعتنا دي in terms of ان ايه بتساوي u في sigma في v transpose ال u وال v دول عبارة orthogonal matrices والsigma دي عبارة بالشك ده كده بيقى فيه عندي حاجة كده على diagonal بتاعها هي طبعا diagonal matrix يعني هنا اللي فوق تحت هنا صفار والdiagonal matrix هلاقي singular value sigma 1, sigma 2, sigma 3 وهكذا كلهم بيبقى ordered الكبير طبعا بيبقى فوق الصوار بيبقى بعد كده وهكذا وفي الاخر ممكن لو عندي matrix بتاعتي singular ممكن يبقى فيها عندي هنا صفار لو عندي هنا ال rank الطاعة r يعني معنى كده ان هي عندها r non zero eigen values بيبقى عندي هنا r non zero singular values والبقى بيبقى صفار فده طبعا في الاخر بيديني flexibility عالي جدا ان انا يعني ممكن اي اي matrix باي rank باي يعني size يعني ممكن تكون triangular او بتكون مثلا مش square ممكن تكون rectangular ممكن تكون يعني n و m مش شرط يكونوا زي بعض وفي الاخر بيطلع لي حاجات تبقى كلها يعني دي برعا حاجة orthogonal وده برعا حاجة orthogonal طبعا ال orthogonal لازم تكون في الاخر square يعني ال u دي برعا لو دي n by m هتطلع ال u دي n by n وال v دي برعا m by m اوكي وال sigma دي بتبقى اي بقى بتبقى n by m اوكي فبتبقى حسب ال u و v بساوي كما واحدة من المزايا بتاعة svd الحقيقة في الحساب بتاع least square solution ان احنا ندى نحسب ال condition number من singular values مباشرة مش محتاجين ان احنا نحسب eigen values فهلاق ان ال condition number اللي هو المبني على ال induced true norm بتاع matrix a هو برعا sigma 1 على sigma n وطبعا زي ما بقول sigma 2 اقل من sigma 1 sigma 3 اقل من sigma 2 وهكذا sigma n بتبقى اصغر واحدة فمعنا كده باخد maximum singular values على المبني بالمسبقى عشان احنا نعمل view definition number باسابق اقام الحقيقة الميزة بقى جميلة اللي موجودة في s v d اللي مش موجودة في اى حاجة ثانية ان انا اي اقدر اكترول بقىierto resolution number بتاعي اي اي قدر اكترول كوب cirrus فالحقيقة اي قدر اعمل change the secondary values in condition number اوكي يعني ايه الكلام ده بناعمل حاجة اسمها regularization of the l condition problem انا هنا باخد دي ما بتبقاش zero يعني ممكن يبقى الزيرو ده ما يعتبرش معي يعني بتكلم مع السيجما وانو السيجما ان دول للمداد ده maximum وسيجما ان ده المينمم بس المينمم اللي هو اكبر من صفر اللي هو اصغر واحد بس ما هواش zero فمعنى كده لو انا عني ده مثلا فرضا اصغر واحد بعشرة اصناعس اربعة وده كان بواحد يبقى معنى كده condition number بتاعي بعشرة اصربعة ده يعتبر عالي انا عايز اخليه مية لو فرضا عندي ان سيجما مثلا خمستاشر اوكي بتساوي point oh one اوكي سيجما اللي هي بتاعت خمستاشر يبقى معنى كده ترانكيت من اول ان لغاية خمستاشر خليهم بصفار ويبقى معنى كده ان سيجما واحد على سيجما خمستاشر اللي هي point oh one دي هتساوي في الاخر مية يبقى ده condition number اللي انا عايزه فانا كده عمدت regularization معنى كده ان انا حسنت او زبطت بالزبط condition number بتاعي يبقى الرقم اللي انا عايزه بالزبط الحاجة اللي بتطلع لنا بقى من الحل ده بسميها pseudo inverse او more penrose generalized inverse دي عبارة عن ايه لو انا اخدت بالي ان ال original svd عبارة عن u في سيجما في v transpose لما باخد inverse زي ما احنا عارفين بلاقي ان احنا بناخد بالعكس بناخد كل واحدة من مترسيزي بالعكس بقى يعني ناخد inverse بتاعها وان ايه وتبقى بالعكس بقى ممشي order بالعكس فيبقى عندي يعني v في sigma more penrose u transpose دي عبارة عن regularized sigma يعني السيجما اللي انا فيها حطيت singular values اللي قال من رقم معين حطيتها بصفر طبعا احنا بالشكل ده كده احنا خلينا ال condition number بتاع السودو انفرز بتاعنا يبقى زي ما احنا عايزين بالزبط يبقى انا عارف على اقل ان لو في عندي error ال error ده هيبقى طالعلي ازاي في الايه في ال output بتاعي طبعا ده بيدينا very high بس المشكلة بتاعت المشكلة ال problem دي ان انت عندك ان ال order بتاع الكومبيلاكس بتاعت ال problem دي order n cubed فالحسابات الحقيقة بتاخدوا وقت طويل شوية طبعا لو احنا شايفين كده احنا في الاخر لو جينا حلينا ax بتساوي b يبقى معنى كده الحل بتاعها هيبقى عبارة عن a pseudo inverse لو سودو انفرز بتاع ايه بتاعتي مضروف في ال b فمعنى كده بنتكلم على حاجة من اللي احنا شايفينه هنا ده ممكن انها تكون يعني كحسابات ممكن انها تكون يعني expensive عشان نحسب المتريسيز دي لان احنا في الاخر الحل نفسه هيبقى matrix vector مش محتاج حاجة انما حساب ال s v d نفسه هو هيبقى dominating في ال competition complex بتاعي ال problem دي فالحقيقة ال s v d انا بنصح به اي حد عايز يشتغل في ال area دي لو هو ما عندوش مشكلة في الوقت ال s v d ممتاز اكتر من ممتاز وممكن نلاقي عندنا functions تقريبا كل ال numerical computation يعني packages مثلا مات lab او idl او مثلا ممكن الحاجات اللي هي octave هللاقي عندنا دايما بيقى في عندنا s v d وعندنا control دايما على زي ان احنا نعمل regularization ممكن نحط regularization بتاعي انه نحطش condition number احنا عايزينه او ان احنا ممكن احنا نحطوه نحسب pseudo inverse بال condition number احنا عايزينه مباشرة من غير ما حتى نمشي على الخطوة بتاع نعمل نحسب decomposition الاول او ممكن حتى نحسب decomposition احنا بادينا وفي الاخر نعمل regularization احنا بادينا برضو نحل الحل بتاعنا بادينا ففي الاخر في عندنا options كتيرة بالنسبة ال s v d وانا في اعتقادي انه هو دا بادينا the highest accuracy ففيها ميزة الحقيقي حتى لو انا مش بتكلم عن انا استعملها فعليا في ال problem بتاعتي انه بيبقى ممكن يبقى في عندي حاجة زي gold standard كده ارجاله اقارن به الحل بتاعي يعني لما ديجي نتكلم على حلول تانية دلوقتي هلاقي نفسينا في الاخر بنقارن باقي بال s v d لشان يتأكد ان الحل بتاعنا بيطلع accuracy عالية فطبعا ميزة كويسة اول يكون عندي تكنيك زي ال s v d اقدر ان انا اعتمد عليه واقدر ان انا اتأكد مئة في المئة ان الحل بتاعه دا بيطلع دايما stable لو احنا نحاول نقارن بقى ال competition complexity بتاعت التكنيك اللي كلمنا عليها هنلاقي ان كوليسكي algorithm مثلا بنكلم على ان هو بيحتاج n cube دا على ثلاثة يعني order n cube ال u برضو بنلاقي ان هي twice n cube دا على ثلاثة بتتكلم برضو على order n cube ال gaussian elimination بتكلم على برضو order n cube ال qr decomposition بتكلم على حاجة برضو بنفس الشكل كده لو احنا بصينا عليها برضو نلاقي order n cube لو احنا بتكلم برضو على الشكل المعطيات بتاعها برضو s v d هنلاقي order n cube طبعا نتكلم على order عالي جدا بنسبة كل التكنيك بتاعت الحساب بتاعتنا اللي مؤتمد على decompositions فالحقيه ممكن اتكلم عنها براكتيكلي ما هياش الحقيه يعني قداش اشتغل بها real time مثلا فالcomplexity is still too high for many problems actually فاحنا محتاجين للاقي other methods with lower complexity فالحقيه الطرق اللي بتعملينا complexي اقال دي بتبقى دايما attractive solutions ودايما بنلاقي ان احنا يعني order completion complexity بتاعتنا فيها بيبقى order n square او حاجة قريبا من كده متبقاش بعيدة عن كده فممكن احنا نفرق بينهم او هنتكلم معها صح عن two classes of techniques موجودين within the attractive solutions دي واحدة مبنية على steepest descent واحدة مبنية على حاجة نسميها conjugate gradient الا steepest descent الحقيقة فكرتها بسيطة جدا ان انا دلوقتي بشوف لو انا بكلم عن ده surface بتاعي انا بحسب لوقتي حاجة زي least squares solution فمعنى كده ال problem بتاعتي ممكن احطها في شكل حاجة زي paraboloid كده فمعنى كده ان في الاخر ممكن اتخانها في th dimension space حاجة بشكل ده كده انا لو اقف في نقطة معينة ممكن احسب ال gradient بتاعي عندها بيساوي كام وامشي في ال direction اللي هو بيخليلي ايه يخليني اوصل ال minimum يعني خلي ال error بتاعي يبقى minimum يعني انا بسيطة على problem بتاعي ax بتساوي b ممكن احط ان انا problem بتاعتي عباره عن النورم بتاع ax minus b يبقى اقل من minimum اوكي بيوصل 0 لما يكون خلاص وصلت للنقطة بتاعي a بتاعي الحل فكل ما قللت النور بتاع ax minus b او b minus ax يعني في الاخر هي اللي تين زي بعط يعني error norm اللي هو الكلام ده كل ما قللته كل ما كان الكلام ده احسن طبعا النورم نفسه لو احنا فاكرين كان في الاخر بيبقى عبارة عن يعني في ال two norm بالذات ممكن ان انا اتكلم عليه ان هو عبارة عن الحاجة دي ترانسبوز في الحاجة دي نفسها ففي الاخر يطلع لي حاجة quadratic equation في x طبعا x دي بكلم على end dimensional space فبتكلم على في الاخر بكلم على حاجة hyper paraboloid فالفكرة تاني انا بحسب ال gradient بتاعي وفي الاخر باخد ال gradient ده وامشي في خطوة يعني في عندي update بتاعي ان انا باخد x بالاول بتساوي صفر مثلا ك initial solution وبupdate x دي عبارة عن alpha فيه وال p دي بيالاها علاقة بال gradient بتاعي بيساوي كاما يعني gradient اللي هو direction بتاعي gradient بحيث انا امشي في direction اللي هو في الاخر بيجيب لي الميليوم متاعت دي بتساوي كاما طبعا انا مش مش هحاول اخش في التفاصيل بتاعت ال algorithm نفسه طبعا انا احب يخش في التفاصيل حقيقة موجودة في الكتب الجميلة اللي انا حطيتها وكا recommended references الحقيقة دي من الكتب اللي فعلا سهلة جدا قرائتها ونلاقي في الاخر ان احنا عندنا algorithm بالبساطة دي يعني في منتغة البساطة نحنا على action نقض على matlab او نقض على اي programming platform ونقضى نعمله implementation وبيطلع في الاخر يعني بيشتغل فعلا في منتغة السهولة ما بيقاش يحتاج اي حاجة خالص في الاخر يعني طبعا معتمد التكنيك دوت على ان انا همشي بال step قد ايه لو مشيت بال step سريعة شوية انا ممكن اكشل يحصل لي حاجة زي ايه ان انا قاعد بزيجزاج كده في ال البرابولة اللي موجودة عندي دي يعني لو انا مثلا لقيت ال direction لتحت كده لو حطيته كبير قوي انا ها اوبرشوت الايه ها اوبرشوت الميليمم بتاعت اللي انا عايز اوصلها ففي عندي دايما trade off كده بتوين ان انا عايز امشي بسرعة يعني عايز احط ال alpha بتاعتي كبيرة علشان تحاول تقللي الوقت ان انا بوصل فيه وفي الوقت نفسه مش عايزت تبقى كبيرة قوي ان هي تعملي اوبرشوت علشان ما عمدش زيجزاج اللي هو بياخدلي في الاخر مجهود وفي الاخر ممكن ميخلنيش ان انا اوصل للحل بتاعي ممكن يفضل يعني يقلب بين الناحيتين اللي هو positive and negative اللي هو حوالين النقطة نفسها ويوصلها بعد صعوبة شديدة يعني في الاخر فطبعا في الاخر يهمني ان انا اوصل لحل دقيق واوصله طبعا في اقل وقت ممكن اوكي فدي الحاجة المهمة جدا طبعا التكنيك بتاع من الديفنيشن بتاعه وطبعا نتيجة الديفنيشن بتاع الالفة ان هو فعلا بيبقى محتاجة تيونينج يعني بيبقى صعب جدا من الاول خالص احسب انا محتاج كام اتريشن فدي واحدة من العيوب بتاع التكنيك دوت بس طبعا كل اتريشن زي ما احنا شايفين كده كلها عبارة عن matrix vector multiplications فكلها order n cubed n squared ما فيهاش n cubed خالص حتى الماتريسي دي انا انا مس عايز اضرب matrix vector يعني matrix matrix بعملها بشكل في الاخر ان هو يوصلني ان انا في الاخر بعملها كاي matrix vector multiplication مش matrix matrix multiplication كل ال ايتم زي ما اخدين عندنا هناك يعني لو بصينا هنا ده vector matrix vector multiplication هنا vector و vector addition هنا matrix vector multiplication هنا برضو matrix vector هنا vector, vector vector هنا matrix vector كل الحاجات اللي هنا دي كلها يعني constant vector يم общем يعني vector vector في الخير في كل الكمبيتشن الكمبلاكسي اللي هنا دي هتبقى في الاخر order n squared لن هي عبارة عن عدد من n squared يعني كل واحدة فيهم n squared فعدد منهم في الاخر يبقى مهما زادوا يعني هيبقى في الاخر ال société이라고 gewoon n squared عشان نحل بقى المشكلة اللي كانت موجودة عندنا في نحن دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نحل بقى لنفس System of Equations دوت وهنأسيوم برضو ان عندنا A matrix بقاتنا D symmetric يعني في الوقت الحالي انا اعتبرنا نفس symmetric و positive definite ودي مش صعبة وهنتكلم بقى على all non zero x في الرن. الحقيقة احنا بنتكلم على ان احنا لو في عندنا كdefinition بقى عشان نفهم يعني ايه conjugate gradient لو عندنا two non zero vectors u and v بنسميهم conjugate او matrix orthogonal لو كان عندنا u transpose a في v بتسوي صفر. بتكلم ان هما conjugate بنسبة A او matrix orthogonal بنسبة A لو u transpose A في v بتسوي صفر. طبعا لو انا بتكلم على ان ال a دي بتسوي identity. يبقى اكلم ان هما orthogonal وخلاص. orthogonal لان هما الاثنين كده يعني u transpose في v بتسوي صفر لما يكونوا الاثنين فعلا متعمدين على بعض. لان احنا زي ما احنا عارفين ده عبارة عن inner product تا ال u و v. والinner product دوت هو by definition بيساوي النورم بتاع الاولاني في النورم بتاعه التاني في cosine angle. فلا يمكن هيسوي صفر الا اذا كان cosine angle بتاعتي بتسوي صفر. والcosine angle بتسوي صفر لما يكون 90 درجة. فالنقطة ان احنا بنتكلم على ال conjugate gradient دوت. مالوش علاقة بال complex conjugate خالص. هنتكلم على ال conjugate. مالوش علاقة بالconjugate بتاع ال complex numbers. يعني في الاخر مالوش علاقة ان الارقام اللي عندي دي. يعني اذا كان فيها يعني imaginary part. ويبقى negative بتاعه عشان نجيب الconjugate. لا ما هيش كده خالص. احنا بكلم على كل مترسيز بتاعتنا هنا كلها real numbers. كلها positive definite وكلها real. اوكي. فما فيش عندنا اي complex numbers خالص. فمتكلم على ال conjugate دي ما نربطش بينها وبين ال conjugate بتاع complex numbers خالص. فالفكرة بقى هنا في الجزء دوت. ان احنا بنحاول نلاقي sequence of the n mutually conjugate directions pk. طبعا لما يكون عندنا ال sequence دوت كله orthogonal على بعض او mutual conjugate او كلهم independent عموما. هنقدر نحن نلاقي ان دول بيكونوا basis للrn. basis للrn معنى ان انا عندي n vectors. والn vectors دول كلهم independent. فنقدر نمثل اي vector في ال space دوت in terms of the vectors دي. فعشان كده ما نسميهم basis. يعني اي vector تاني اقدر نحطه in terms of components موجودة على ال vectors اللي هي pk ديت. فلما بتكلم على solution بتاع اللي هو x star. اعتبر ان x star ده solution بتاع x بنساوي بيه. ممكن ان احنا طالما بنتكلم على x star ده موجود برضو في نفس dimension اللي هو rn ده. اللي هو domain of real numbers of n dimensional size يعني or n dimensions. فبنتكلم على ان ده vector موجود في ال space. بمعنى كده رحطه بال decomposition البسيط دوت. انه مبارا عن alpha i في pi. اوكي. alpha i في pi ده معنى انا يعني بدي اكمبوز الفكتور بتاعي دوت. اللي هو solution. in terms of components موجودة على ال pk ديت. طب دلوقتي عايزين نحسب ال coefficient دي بتساوي كم? طب دلوقتي لو احنا خدنا x star بتساوي summation احنا نستمي كلميه عليه من شوية ده. وعندي اصلا بيه بتساوي x star. لان احنا مكلمة عنها بتحقق لي الماتريكس equation دي. فمعنى كده ان الكلام ده يعني انا عوق بقى من ال equation دي هنا. ان هو بيساوي summation alpha i a في pi. اوكي. طب لو جينا دلوقتي فرضا. خدنا واحد معين من الفكتورز p دي. اللي هي اخد pk مسلا. وضربته في الماتريكس equation دي كلها. يعني اخد pk transpose اضربه في ال equation دي كلها. هيبقى عندي pk transpose b. بيساوي pk transpose a في x star. اللي هو بيساوي alpha i pk transpose a في pi. لو احنا بصينا على الحتة دي كده. ومن definition بتاع الميوش الorthogonal بقى والconjugate vector دي هي عبارة عن ايه. هنلاقين دي ما بتساويش رقم ما يعني هي دايما بتساوي zero. unless ان ال pi دي تساوي pk. لان اي فيكتور تاني هيبقى mutual orthogonal مع ايه? مع pk. فمعنى كده ان الكلام ده هو بيساوي alpha k pk transpose a في pk. فمعنى كده ادراجيب الالفا k في منتهى البساطة. اوكي? فاقضى رحسب pk. الالفا k دي عبارة عن d اللي هي موجودة عندي. على d اللي هي برضو موجودة عندي. اوكي? فجبت الالفا k وk دي بتساوي واحد واثنين وتلاتة واربعة لغاية n. يبقى انا كده حسبت الفكتور بتاعي دوا بيساوي كام? يبقى انا في الوقت ده انا قدرت احسب الالفا i دي بتساوي كام? والpiz already basis vectors موجودة عندي. يبقى معنى كده درت احسب بالسلوشن بتاعي ده بيساوي كام? فالفكرة فيه الحقيقة ان احنا نحسب على عطول الالفا كيس دي زي ما انا شايف كده. وبعد كده انا اقوم بيها عشان نحسب السلوشن. فطبعا الميزة بتاعت الحل ده حاجة مهمة جدا. ان احنا دلوقتي عارفين ان احنا محتاجين n steps بس عشان نحسب الحل ده. ليه عندنا n steps? لان احنا محتاجين نحسب n alpha i. اوكي? يعني n coefficients alpha. اوكي? لو انا حسبت ال n coefficients alpha دي بقى الحل ده خلاص بقى عندي. فمعنى كده هو iterative. وباخد انا بقى directions واحدة واحدة كده. يعني في directions اللي هي almost اكتر directions فيها error يعني واحدة وارد تانية. وبحسب منها الالفا بتاعي دي. وبقف لما لاقي error بتاعي يوصل لحد اللي انا عايزه. اوكي? ممكن اكمل لغاية الاخر. بس انا عارف كده كده المكسموم number of iterations بتاعتي بيبقى فعلا بيساوي n وده حاجة ممتازة جدا يبقى عندنا upper limit على number of iterations. وضامن انا 100% انما وصل ل any iterations بيبقى الحل بتاعي ده بالتأكيد موجود في ايه? موجود موجود في الحل المزبوط بتاعي. فطبعا احنا فعليا اللي بيحصل ان احنا بنريموف ال error بتاعنا في والحقيقة بنلاقي ان احنا بنلاقي ال performance احسن بكتير جدا من ونلاقي نشوف بقى الكلام ده في actual applications يعني ممكن تبقى في المحاضرة اللي جاية محاضرة محاضرة اللي هي التالتة من الكورس دوت هنلاقي ان احنا بنستعمل التكنيك دوت ان احنا نطلع حل في m or i image construction وانا احنا 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 نعمل number of iterations much less than n ويطلق لنا حال الحياة ممتاز جدا. فدي واحدة من المزايا بتاع ال conjugate gradient وفعلا ممكن نلاقيها واحدة من الطرق اللي لها انتشار كبير جدا في الحلول بتاعة بالزات عشان بقى نحسب الحل بتاعنا بيستعمل conjugate gradient هنستعمل بقى ايترث conjugate gradient method وفعليا بنستعملها بعدما يكون عندنا n دي استو لارج ان تكون كبير اقوي فمش نقوم نستعلم لما نعمل n اوكي فباستيك لي ااااا بنعمل بقى في الحالات دي careful choice of directions هنبتدي بالحل انه هو دايما ال error بتاعنا يعني دايما انا هناخد الـ Direction بتاعيتنا هي نفسها الـ Error بتاع الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقت يعني بتابف الاول خاص X بتاعيتنا يعني بـ Zero مثلا أو بـ Initial Solution معين وبحسب الـ Error بتاعي بـ C وكام واخد الـ Error Direction ده ان هو عبارة عن هواخد الـ Error بتاعي ده هو الـ Direction الاولاية اللي انا بامشي فيه وبعد كده كل مرة بحسب الـ Error بتاعي دوت وباخده هو الـ Direction اللي انا بامشي فيه بعد كده طبعا ببقى متأكد مية في المية ان انا بماكسيمايز الـ Direction بماكسيمايز الـ Error اللي انا بشيله يعني كل ما باخد الـ Error في اتجاهه يعني او باخد الـ Vector بتاعي اللي هو الـ Conjugate Vector بتاعي باخده الـ Direction يبقى الـ Error موجود فيه كتير يبقى معنى كده انا لما بشيل منه الـ Error بشيل component كبيرة من الـ Error اللي فاضل في الـ Matrix Equations فالحقيقة ممكن يلاقي نفسي مثلا بعد تقت 4 خطوات او يعني بكتير 5-6 خطوات ممكن انا نفسي وصلت فعلا للحل دقيق جدا ومش محتاج ان انا اكمل بعد كده مش محتاج اوصل لـ N يعني بيبقى عندي الحل قلب كتير جدا من N فالحقيقة الطريقة دي موجودة هنا باختصار في الـ Algorithm البسيط دوت والحقيقة برضو نفس الكلام برضو من الحاجات اللي احنا في الاخر بنوصل ان احنا نعملها بشكل يعني efficient يبقى برضو order بتاعي N squared يعني كل واحدة من دي تبقى order بتاعي N squared كل iteration N squared فمعنى كده كل الـ Algorithm نفسه باخد order N squared فطبعا بتبقى ممتازة جدا جدا في الحل بتاعي وتديني مثلا accuracy ممكن تبقى 100 مرة اسرع من الـ A من الـ Accuracy اللي باخدها من الـ A من التكنيكس اللي هي بتاعت الـ Transformation زي الـ SVD او الحاجات دي ازاي كان فطريقة ممتازة جدا ولها applications فعلا كتيرة جدا جدا في Medical Imaging بذات فرقام Medical Imaging Construction هنلاقى في الـ CT وهنلاقى في الـ MRI وهنلاقى في applications كتيرة الـ Conjugate Gradient بيبقى فعلا حل من حلول الناس بتروح لها وبتعدل فيها بقى يعني دا الحل دا اللي موجود عندنا دا يتطور الـ Basic Algorithm فيه Algorithmات بقى مختلفة شوية عن كده او فيه Updates للـ Conjugate Gradient زي الـ Preconditioned Conjugate Gradient او حاجات تانية كتيرة الحقيقة كلها فعلا بتوفر يعني accuracy عالي جدا مع performance في الوقت في غاية الجمال الحقيقة فبنصح الناس كلها اللي هي الـ Interest انها تشتغل في Linear Algebra أو الـ Conditional Complexity بتاعت الـ Imaging Construction انا اتركز قوي على التكنيك زي الـ Conjugate Gradient اللي من الممكن طبع منها افكار كتيرة جدا للحل نحب برضو نعرف في المحاضرة دي ببعض الاساسيات بتاعت الـ Vector Calculus لو اعتبرت ان فيها عندي 2 Vectors X و Y لو انا عايز ادفاين Partial Y Partial X لو عايز اخد derivative بتاع Y with respect to X يعني باخد derivative with respect to a Vector اللي بيحسن بيطلع في الاخر Matrix بالشكل ده كده عبارة عن Partial Y1 Partial X1 يعني هنا الـ Vector ده عبارة عن Y1 يعني تبقى Partial X1 مرة Partial X2 مرة Partial X2 مرة Partial Xn مرة وكذا الكلام ده هنا برضو بالنسبة للـ Y2 وهكذا لغاية الموصف الاخر الـ YM ففي الاخر لو انا عندي دي N ودي M بيطلع لي عندي هنا matrix equation أو الماتريكس بقى الـ Derivative عبارة عن N باي M برضو ممكن يكون عندنا Special Case لو عندي X أو Y are scalars فممكن اعرف Partial Y Partial X هي عبارة عن Partial Y Partial X1 Partial Y Partial X2 وهكذا يبعندي Vector للـ A للـ Derivative بتاعي لما باخد يعني Y دي Scalar لو باخد Derivative بتاع Scalar with respect to Vector بيطلع لي Vector و لما باخد Derivative بتاع Vector with respect to Scalar بيطلع لي Vector تاني برضو بس خلي بقنا ان هنا عندنا الـ Vector اولى ده كان Column Vector و في الـ لو باخد Partial Derivative بتاع Vector with respect to Scalar بيطلع لي Column Vector بيطلع لي Row Vector هنا Column Vector وهنا Row Vector هنا كنت واخد Partial Scalar Partial Vector هنا واخد Partial Vector Partial Scalar طيب بعض الحاجات برضو مهمة أو في الـ Derivatives لو انا باخد Derivative بتاع الحاجات دي لو ااخد Y بتاعتي بتساوي كلام ده وبحسب Partial Y Partial X و XD Vector لما Y بتساوي AX لما باخد Partial AX بيطلع لي A transpose مش A خلي بالنا لما باخد Partial X transpose A بيطلع لي A لما باخد Partial X transpose X بيطلع لي twice X لما باخد Partial X transpose AX بيطلع لي AX بلس A transpose X طبعا الحاجات دي مهمة جدا واخدنا في اعتبارنا عشان ممكن احنا دينا نفسينا مضطرين في بعض Theoretical Derivations في بعض التكنيك ان احنا نحسب Derivatives عشان مثلا نـ Optimize مثلا نحسب الـ Minimum أو حاجة زي كده ممكن نضطر نعمل حاجة زي كده وده في منطقة البساطة الحقيقة تتعامل بالـ Definitions البسيطة اللي اخدناها دلوقتي طبعا دي ما هياش بنعمل لها Derivations دي بتبقى Definitions بنستعملها على طول زي ما هي كده في بعض الـ Exercises ممكن نعملها الحقيقة عشان نحاول نفهم اكتر شوية الجزء اللي كلمنا عليه النهاردة الحقيقة الجزء ده في غاية الأهمية الناس تطبع عليه عملي علشان هو ده اللي بيفهم كل الحاجات اللي بنتكلم عليه بنتكلم على حاجات في الواقع بتطلع عاملة ازاي فبنتكلم على ان احنا لو ما شفناش الحاجات دي بأدينا هيبقى صعب جدا ان احنا نبقى فاهمين هي الحاجات دي بتتعامل كده ليه يعني اول حاجة البرنامج بتاع المشين ابسلون نتكلمنا عليه انا هذين نحسن المشين ابسلون بتساوي كم هنعمل لوب بتجمع واحد زائد رقم والرقم ده في اللوب دي كل مرة نقلله نقسمه على اثنين يعني اس دي نخليها مثلا واحد زاد اس واس دي مثلا تبقى في الاول بواحد وبقى كده تبقى بنص وبقى كده ربع وبقى كده تمنى وهكذا ننظر كل مرة نقسم على اثنين ونتأكد هل واحد زاد اس أكبر من واحد ونقف لما يلاقي ان هي مش اكبر يبقى احنا عارفنا كده احنا وصلنا ان احنا بياندل ماشين ابسلون نشوف بعد كده اس بيساوي كم بحيث ان يبقى اصغر اس عندها واحد زاد اس اكبر من واحد الحقيقى كنت عايز بردو الناس تبص على الفونكشنز الموجودة في MATLAB او او اكتيف او حاجة زي كده اللي بتتعامل مع التوبيكس الكلمة عليها النهاردة تعمل مثلا الـ QRD Composition بتعمل SVD يعني عايزين اعرف كل الحاجات اللي لها علاقه بالـ MATLAB او في الـ Octave طبعا Octave هو الـ Linux يعني version من طبعا بيبقى مفروض ان هو هو open source الحقيقى برضو عايزين نعمل modification لـ conjugate gradient بتاعنا احنا اكلمنا عن conjugate gradient بتاعنا ان احنا معتبرين احنا عندنا الماتريكس بقيتنا بتبقى يعني symmetric طب فرضا نحن عندنا matrix A ما هيش symmetric نعمل ايه؟ اوكي لو عندي A matrix عندي system of equations A X بتساوي B وكانت مش symmetric ايه دي ما هيش symmetric ايه ما هيش symmetric ايه ما ما نفعش نستعملها فنعمل ايه بقى في حاجة زي كده فالحقيقة الحاجة اللي ممكن نعملها هنا الحقيقة كمسال ممكن الناس تجربوا ان احنا ناخد ان بدلا ما ناخد A X بتساوي B هضرب في A transpose من نحيتين فبقى عندي system of equations A transpose A X بتساوي A transpose B اوكي الحاجة اللي اخدها في اعتبارنا المهمة قوي ان انا وانا بحسب ما بحسبش A transpose A ما بحسبش ابدا يعني في كل الحاجات الموجودة عندنا في الالجوريزم بتاع conjugate gradient حقيقة ناخد بالنا ان احنا هيبقى في عندي A يعني الـ matrix A دي اللي هيك هتعندي قبل كده كنتم اضربها في vectors لما اجي اعمل الكلام ده هعمل على خطوتين عشان يبقى في الاخر ما اعملش matrix matrix multiplication ده اللغة الـ order بتاعه N كيوب لو انا ضربت A transpose في A هيبقى عندي مشكلة ان انا الوقتي الضربية دي نفسها في حد ذاتها N كيوبت فيبقى معنا كده كل المزايا اللي خدتها من conjugate gradient خاص ضاعت فاللي هعمل له ان انا لو اضرب مثلا A transpose A في P و P ده فيكتور اللي هعمل له ان اضرب A في P الاول كmatrix vector multiplication والنتيجة بقى اللي هي بتطلع اضربها في A transpose يبقى معنا كده التقسيم على خطوتين دي خلتلي multiplication بتاع A transpose A بيبقى عبارة عن ايه عبارة عن two order N square steps بدلا ما كان يعني انا بضرب A transpose في ايه يبقى order N cubed فتضيع لي الدنيا كلها خالص بالنسبة لل computational complex الحقيقة برضو كنت باقترح الناس انها تجرب كود بتاع Gaussian Elimination و Steves descent و conjugate gradient ون compare results بالنسبة للproblem معينة انا كنت باقترح على الناس انها تستعمل مثلا حاجة زي ممكن تتكلم مثلا على حاجة مثلا هيلبرت matrices مثلا اللي بيقى condition number بتاعها مهاش حلو علشان تقدر تجرب يعني الحال نفسه ان هو يكون يعني يشوف ايه يحصل ايه فطبعا ده هنلاقي فيها عندنا functions already موجودة في MATLAB مثلا تقدر تحسب لنا الكلام ده بس عايزين نجرب بابدين عشان نشوف برضو الوقت بياخد قد ايه ويه الاكيروسي بتطلع عنها ازاي طبعا الاكيروسي بنقارنها بالSVD زي ما قولنا ده الSVD بيبقى الحل بتاعه احسن حل اللي هو السودو انفرس اللي بنستعمله وطبعا بنشوف بقى انا واحدة فيه بتبقى اقرب للإيه للسودو انفرس بتاع الإيه بتاع الSVD اخر حاجة خالص use vector calculus to show that the solution of AX بتاوي B for symmetric A minimizes the objective function اللي هي موجودة قصادنا هنا ده طبعا نحن بنعمل بنعمل ايه؟ بناخد الderivative بتاع الكلام ده with respect to X X ده هو الحاجة اللي بناخد عليها بنعمل عليها ونساوي بالصفر فالله يحصل بنضبطها هندان دلوقت اوه يعني matrices أو matrix equation كويس؟ هنعمل partial او ناخد derivative بتاع الترمز الموجودة هنا with respect to A with respect to X ونشوف بعد كده الكلام ده هل بيبقى يعني واحدة من conditions بتاعنا ديين هي X بتساوي بي ولا لا؟ لان لو هي طلع condition بتاعنا X بتساوي بي بقى معنى كده مزبوط فعلا ده بيحقق لنا الكلام ده لو طلع condition بتاعنا هنا انه هو لما باخد derivative واساوي بالصفر ما هواش فيه X بتساوي بي يبقى معنى كده الـ equation دي مختلف عن equation طبعا دي هنستغلي فيها بقى جزء بتاع vector calculus اللي احنا شفناه وببساطة الحقيقى نقدر نسبتها على طول او نقدر نوري ان فعلا الـ equation طبعا حاجات دي كلها انا بنصح الناس ان اتجربها علشان جزء مهم جدا من الفهم بتاع matrix computations بيجي من خلال التجارب مش من خلال theory علشان الـ errors نفسها لما بنشوفها بعانينا في الكمبيوتر بتبقى مختلفة قوي عن الـ errors اللي ممكن نتخيلها من مجرد ان احنا نقرأ عنها هنستكمل بقى المرة اللي جاية الجزء بتاع الـ background اللي احنا محتاجينه في الـ medical image construction وانتكلم على الجزء بتاع الفورية optics